بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و كفا و صلاة و سلاما على عبد المصطفى اللهم صل و سلام و مبارك على سيدنا محمد حبيبنا غالقين طلبات و طلبات تلت ساوي اهلا بكم في فيديو جديد في الترمي التاني بنقفله مع بعض ان شاء الله النهاردة يونت 11 ان شاء الله هنفرمه مع بعض كلمات و جرامر حصة قوي جدا نستعين بالله سبحانه وتعالى و ان شاء الله هتستفيده كتير جدا من محتوى الحصة النهاردة هناخد الكلمات بتاع تونت 11 و عندنا اتنين جرامر عندنا بورت وان اللي هو الكمباوند ادجكتبز اللي هو الصفات مراكبة و عندنا بورت و اللي هو الريلاتيف بروناونز اللي هي ضمائر الوصل اللي اتنين طبعا جزئين جرامر كبير جدا ولذلك هنأسنك الفيديو للكلمات لوحدها قسمه ثاني هيبقى للجرامر بتاع الكمباوند ادجكتبز صفات مراكبة و قسمه ثالث هيكون لي قاعدة الريلاتيف بحيث ان انت تقدر تتفرج على الفيديو ده في اوقات مختلفة بحيث مبقاش في لغبطة بالنسبالك هنسيب لك بتاع الفيديو في الوصف حيث لو حبيت الكلمات بقى موجودة في وقت معين بدغطة تروح لها بدغطة تروح للجرامر بتاع الكمباوند ادجكتبز و بدغطة تالتة تروح للجزء الخاص بي الريلاتيف بروناونز اللي هي ضمائر الوصل نتوقع الله سبحانه وتعالى و نقولها حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله و لا تاكلنا الى انفسنا طرفة عين افدا و نبدأ بالجزء الخاص بالكلمات كلمات 11 شغير يتكلم على اجاد او البحث عن ثقافتك كلمة كلمة ثقافة كلمة شخص ثناء اللغة يعني Ny G customer talks two languages بيتكلم لغتين طبعا 006 كلمة dominant مهمن او مسيطر يعني I can't speak two languages but my dominant language is abreak اللغة المهمين عليها اللغة العربية يعني متخانع لما بزع جميل يستخدم اللغة العربية فدي اسمها dominant language اللغة المهمينة كلمة Identity اللي هي الهوية حتى عندنا البطاقة الشخصية اسمها Identity Card أو Identity Card اللي هي البطاقة الشخصية وبطاقة الهوية اللي هي Who You Are من أنت كلمة Praise You Rabbi Mother Tongue اللغة الأم كلمة Multilingual متعدد اللغات هي Can Speak Many Languages كلمة Multicultural متعدد الثقافات يعني مثلا زي مثلا النادي اللي بيضع فيه مثلا محمد صراح مثلا اللي هو النادي ده ده is a Multicultural Team فريق متعدد الثقافات يعني if he players اللعيبة from different countries and from different nationalities فيه لعيبة من بلاد مختلفة ومن ثقافات مختلفة فعشان كده نسميه Multicultural Team فريق متعدد الثقافات Ancestors اللي هم الأجداد أو الأسلاف أو Grandparents عكساء طبعا كلمة Descendants اللي هم الأحفاد تمام؟ يتقبل يعني يتبنى Impress بتسوي كلمة adopt بس adopt بل او يبقى كلمة embrace يعتنق أو يتقبل فكرة أو يتبنى فكرة كلمة pride الفخر أو الكبرياء ودي نعون الصفة منها كلمة proud اللي هو معناها فخور حرفة جاربتها of proud of عندنا كلمة roots جزور أو أصول سواء جزور الشجرة في الحقيقة أو جزور إنسان اللي هي أصوله كلمة end up ينتهي بالأمر كلمة heritage الميراث كلمة expatriate مغترب يعني شخص ساكن أو عايش في بلد مش وطنه أو بعيد عن أهله فده بسميه expatriate عندنا كلمة homesick الشعور بالحنين إلى وطن أقول لك I feel homesick يعني نحسس بالغربة وحشني أهله وحشني بلدي deep-seated لو راسخ أو متقصل كلمة clear cut واضح كلمة well known معروف أو مشهور كلمة well balanced متوازن وعندنا كلمة monolingual وحد اللغة يبقى someone who can speak only one language شخص يتكلم لغة واحدة ننتقل بعد كده يا شباب لي الجزء الثاني معنا في محضرة النهاردة وفي حزت النهاردة هو الجزء الخاص ب grammar grammar part one اللي هو الصفات المركبة كالعادة يا سيدة هنشحاركم بأسلوب مبسط وخفيف تفهمت التابعة كده وتسلسلي فنقول يا رب عنا تؤكدنا على الله بسم الله الرحمن الرحيم أولا ما هي الصفة المركبة الصفة المركبة هي عبارة عن صفة مكونة من أكتر من كلمة اتنين يا تلاتة تستخدم لوصف اسماء زي كلمة نون احنا خدناها في المنهج عندنا عندنا متوازن يعني مشهور يعني متوازن عندنا ديب سيدد راسخ او متقصل واضح وتحدث به على نطاق واسع بتوصف اللغات وعندك شخص مصقف او متعلم جيدا عندك دي حاجات قبلتنا في ايونة 11 في الكلمات واحنا شغلين يبا الصفة مركبة زي ما انت شايف بتتكون من كلمتين تستخدم هذه الكلمات بمعناها مشهور متوازن ديب سيدد راسخ واضح يعني يتحدث به على نطاق واسع وهو يعني مثقف او متعلم جيدا هذه الكلمات صفات مركبة لان احنا زي ما اتفقنا مكونة من اكتر من كلمة تستخدم لوصف اسم السؤال بقى مستر رقم اتنين قبل ما نجاوب على السؤال لازم تحفظ شوية صفات مركبة اصلا يعني مش لازم تحفظ له قاعدة يعني مشهور يعني ايه واضح يعني متوازن يعني انا عايز اقوله ان احنا عندنا سؤال رقم واحد بقى صفة مركبة اللي هي وين نون دي اهيه في حاجة اسمها شرطة استخدم الشرطة دي ولا ما استخدمهاش قالك رقم واحد لو عندك اسم هنستخدم الشرطة دي لو ما عنديش اسم بعد الصفة ما تستخدمش الشرطة دي يعني مثلا لما نقول علي is a person هنا عندي اسم هو فهنقول هتجيلك بشكلين نفس الصفة مركبة بس منغير شرط ساعتها هتقول الاتنين واحد بس طالما جاء بعدها اسم يبقى استخدم اللي فيها شرطة ما فيش اسم بعدها هستخدم دي يعني مثلا لو اقول مثلا علي is علي يكون وسكت يبقى ساعتها هستخدم دي بقى لي نون علي يكون مشهور ليه مستر مستخدم تشداش لعدم موجود اسم بعدها يبقى منطق البسطة لو كان فيه الصفة مركبة في اسم بعدها هتستخدم الشرطة ما فيش اسم بعدها متستخدمش الشرطة ولذلك بنقول احنا بنستخدم الشرطة اللي احنا قلنا عليها الهايفن نربط كلمات الصفة معا ازا كانت الصفة قبل الاسم زي مثلا في اسمه الصفة قبله يبقى الصفة بعدها اسم يبقى بنستخدم ايه او الهايفن طيب لا تستخدم الشرطة متستخدمش الشرطة ديت لو كان الصفة معا ازا قتت بعد الاسم اللتي تصفه يعني من الاخر كده لو مجا ش بعدها اسم متستخدمش الهايفن لو جا بعدها اسم استخدم شرطة طب ما جا ش ما تستخدمش ونزالك بنقول استخدمت الصفة مركبة هي هي بس مجري الشرطة لعدم موجود اسم بعدها ملحوظة من المجمعة لازم تخلي بالك منها هو انا بقول يعني الصفة المركبة استخدمها بلها A ولا ما استخدمش A عايز اقولك حاجة يا صديقي ال A اللي بتيجي قبل الصفة المركبة مالهاش علاقة بالصفة المركبة اصلا لها علاقة بالاسم اللي الصفة المركبة بتوصفه فاذا كان الاسم ده مفرد هتقول طيب ناس مشهورة هتقول من غير A يعني ده معنى ايه ده معنى ان حضرتك الموضوع الاول الان ده تخلي بالك منه اللي هو قبل الصفة المركبة هستخدمه ده مالهاش علاقة بالصفة المركبة وما اللي علاقة بمين لا علاقة بالاسم اللي الصفة المركبة بتوصفه فاذا كان الاسم ده مفرد هستخدم A قبل الصفة المركبة وطبعا ما علداش عشان في اسم طب اذا كان اسم جمع يبقى هتستخدم الصفة المركبة عادي بدون A او انا فيش الكلام ليه لان الاول ام تستخدم على الاسم المفرد فقط تعال لما نشوف مثال لما نشوف انا عندي اصراحة , مدتها 5 دايعي دي صفة المركبة , واستخدمت هنا اسم مفرد فاستخدمت A إسعاد الاسم المفرد قلت 5 منت يletter يعني الفصح اللي بندنتها مدتها 5 دايعي ماستخدمش الاول انا لا ki كلا ان الاسم جمع يعني من الاخر كده تستخدم الاول انا قبل الصفة المركبة مع الاسم المفرد وعدم استخدامها مع الاسم الجامعة أو الكمية اللي هو الاسم الذي لا يعد يبقى الأول الآن بتستخدم قبل صفة مركبة لو بنوصف اسم مفرد فقط جامعة أو لا يعد ما بنستخدمش الأول الآن طيب الجزئية بعد كده الجزئية الرابعة معينا في تصبيت صفات المركبة هو حفظ الصفات المركبة حفظا بمعناها ككلمات عادي من غير جرامر خالص كما وردت في كتاب المدرسة دي نصيقتي قبل ما يبدأ نشتغل بقى في التكوين وجاي منه وراحة فين ده اللي يفرق معي بنسبة تسعين في المية فلية أهم الصفات المركبة تتحفظ ككلمات يعني تتحفظ ككلمات يعني راسخ يعني واضح يعني معروف يعني شعر بالحالين للوطن يعني شخص حزين من الغربة يعني يعني لغة يتحدث بها عن طاق واسع يعني شخص يعني منفتح العقلية ويقبل كل ما هو جديد يعني شخص في متواصفة العمر يعني 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 يبدو غاضب يعني 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 فور فوت يعني حاجة باربع رجول زي مثلا فور فوت تابل يعني كلمة لونج سليفد زو اكمام طويلة وولد فيماس مشهور عالميا ليت لايف في اواخر العمر لمدة عشر داي تين منت سيلف سنترد اناني والراوندد زو خبرة او زو خلفية او زو خلفية تعلمية جيدة والراوندد بورسن يعني شخص مصقف فاهموا واعي يعني 5 year old boy يعني ولد عنده خمس اعوام long sided طويل النظر good looking وسيم highly respected يحظى باحترام كبير او محترم never ending دائم smoke free يعني منطقة لا يسمح فات تدخين مش مجاني فيها لأ smoke free area يعني منطقة ما يمفعش اتدخل فيها هي خالية من الدخان يعني no smoking يعني smoke free area اكيني بقول ان هنا no smoking short legged زو اقدام قصيرة يعني مثلا short legged dog كلب رجل قصيرة kind hearted person طيب القلب full time job cold blooded زى دم بارد brand new يعني brand new جديد اسمه brand new brand new منذ زمن طويل long forgotten long forgotten يعني منذ زمن طويل بعد اما حضرتك تحفظ هذه الصفات المركبة عايزك تفهم الطريقة دي اي صفة مركبة اصلها اربع حيات اي صفة مركبة الجزء دا مهم جدا لازم تعرفه الصفة المركبة اصلها اربع حاجات دايما اي صفة مركبة بتبدأ اي 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 ان 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 ها اي اي ان ان اي اي ان ان تعال نتركب الاي الصفة الزرف النون الاسم الرقم يبقى الايه ده الصفة الايه دي ده الزرف لانه احساس انه بدق بايه على اساس انه هو بدق بايه الان ده النون هو الاسم لبقى ده الزرف الصفة الاسم ده النمبر ده الرقم لبقى اي صفة مركبة بتبدأ بحاجة من اربعة يا ادجكتف صفة يا ادفرب ظرف يا نمبر يناون اسم يا نمبر رقم بص الجمال بقى تعالا ما نلخص الجو ده ونبدأ برقم اتنين اي جملة فيها صفة مركبة بتبدأ بظرف زي كويكلي زي 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 تمام بتستخدم بعض الظرف ده تصريف تالت وخلصة الحكاية يعني خلصة يعني خلاص كده خلصة يبقى اي صفة مركبة بتبدأ بظرف لازم يجي بعدها تصريف تالت وش كده خلاص خلاص مثال يعني 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 اهو متعلم جيدا اذا الظرف اللي هو طالما فيه زرف يبقى لازم يتبع بتصريف تالت هايلي ريسبيكتد هايلي اي هاي زرف يبقى ريسبيكتد تصريف تالت والنون زرفة هاي بتصبع بتصريف تالت بادلي ديزايند زرفة هاي مصمم بشكل سيء تصريف تالت والبالانسد متوازن جيدا برضك زرف مع تصريف تالت ده والبالانسد واسل الشباب خلصت الحكاية بتاعت مين يعني احنا اربع حاجات كده خلصتك من رقم كام اتنين ان اي زرف صفة مركبة بتبدأ بزرف بتتبع بتصريف تالت رقم اربعة اي صفة مركبة بدأ برقم اللي هو الن اللي هو الن بتاع الن الرقم لازم تحط بعدها اسم مفرد وبعدين الموصوف وخلصة الحكاية مسهلة يا مستر يعني مثلا خلينا نقول مثلا احنا هناخد بريك مدتها خمس دقايق يبقى نقول افايف ادى النمبر اللي هو الرقم افايف مينت ادى الاسم المفرد بقولوك عليه يعني مينفعش اوصف بمينتس ليه؟ حضرتك لو بتتكلم عن الدقايق كدقايق تكيف دقايق خمس دقايق اقول 5 SAN أماان لو استخدمت المفرد الخمس دقايق لوصفه اسم ان بريك مدتها خمس دقايق يبقى الجهة اللي أتجمع استخدمتها كايه? ان انا اصف بها الـ break. طب استخدمتها كصفة ما تجمعهاش. طب انا عرف منين ان هي اسم ولا صفة? ما انت بتقول خمس دقايق يبقى ده اسم يبقى يتجمع عادي. بتقول break مدته خمس دقايق. يبقى انت بتوصف الـ break اهو. يبقى طالما الرقم اللي هو خمس دقايق. يبقى بعدو اسم يبقى هو صفة وصفة لا تجمع. يبقى تقول five minute break. الموصوف اللي هو مين? break. يبقى دي استراحة مدتها خمس دقايق. دي صفة مركبة اهو. ايه تكونها? رقم مع اسم مفرد. انت ممكن تقول five minute لو ما فيش كلمة مين? break. اما تقول مسلا اجازة مدتها اسبوعين. يبقى two اده الرقم. week مش weeks. وان اسم مفرد وبعدين holiday الاسم الموصوف. ولد عنده عشر سنين. يبقى ten year old boy. اده الموصوف اهو. ولد عنده عشر سنين. قلت year. قلت shares. اده الرقم. وهده الاسم المفرد. كون للصفة المركبة. مع الاسم الموصوف محطتش اس لانها صفة بتوصف اسم فالاسم الصفة اللي تجمع. يبقى اي صفة مركبة بتبدأ ب number بتبدأ برقم. ما تستخدمش بعد الرقم ده غير اسم مفرد وبعد كده الموصوف. ما فيش موصوف. يبقى بتحط عادي اس بتاعت الاسم الجامعة. يعني مثلا انا عايز اربع اسابيع. يبقى انا عايز اربع اسابيع اسابيع اسمه. يبقى four weeks بجمع عادي. طب عايز اجازة اربع اسابيع. يبقى ديت اصبحت صفة وجاب عدها موصوف. يبقى قبل الموصوف اللي هو هوليدي هتقول four week holiday. لانا اصبحت صفة مركبة. والصفة لا تجمع. حلو؟ يبقى كده خلصنا رقم كام اتنين. يبقى اي رقم بيجي بعضه اسم مفرد بيكون لصفة مركبة زائد الموصوف. زي five minute break. زي two day holiday. انجازة مدتها يومين. تمام? مثلا ten hour drive. شفتنا اولت اول مولتش اول. دي لان انا عندي اسم موصوف. يعني سواء او فترة سواء مدتها عشر ساعات. تمام? يبقى الصفة مركبة من الرقم بيجي بعدها اسم مفرد وبعد الاسم مفرد. انت كده كونتين ان الرقم والاسم مفرد الصفة مركبة التي تتبع بالموصوف. فلزلك او عدت حط S. كده تعالى من روع على نفسنا كده. احنا عندنا بقى الحتة بتاعت النهاردة اللي هي ال A A N N. اللي هي واحد اتنين تلاتة اربعة. كده احنا خلصنا الادفرب والزرف. ودايما ان قلنا بيجي بعده تصريف ثالث. وخلاص على كده. الصفة المركبة اللي بتكون من number من الرقم دايما الرقم ده. عشان اكون صفة مركبة منه وبجيب بعده اسم مفرد. الاتنين دول صفة مركبة زائد الاسم الموصوف. هنقول مثلا زي ما قلت لك تن مينت بريك. تن مينت بريك. يعني استراحة مدة عشر دقايق. لو بتتكلم عن دقايق بنغني البريك هتقول تن مينت ساعدي. لعشر دقايق. كده اسم. صفة مركبة. متكونة من الرقم والاسم المفرد. ادي الرقم والاسم المفرد. الاتنين دول صفة مركبة. بتوصف الاسم الموصوف اللي بعدها. بس كده اخدنا الاتنين دول هيتفضل بقى الايه لقم واحد وتلاتة. حلو كلام كلام جميل. قالك فيه صفات مركبة بتبدأ بيمين برضك يا شباب بتبدأ بالصفة. وفيه صفات مركبة بتبدأ بالاسم. هنعكس بقى. يعني لو الاصفة المركبة بدء بالصفة هيجي بعدها اسم ولو الاصفة المركبة بدء باسم هيجي بعدها صفة اشفت الحكس دا وفي بعد كده ING TB وهنا برضك في vertical ING وفي اسم كمان يعني هنا ثلاثة وين اربعة يعني اي مستر يعني في اصفات مركبة بتبدأ بصفة واسم او صفة ING او صفة وتصريف ثالت خد الثلاثة دول وحطوه مع الاسم يعني مرضك ممكن بصفة مركبة تبدأ بناون واسم او ناون يعني ناون وناون او ناون واين جي او ناون وتصف تالت زي الصفة وهتزود كمان الصفة عليها تبقى ناون وصفة تعال بس اما ناخد امثلة زي ما قلتلك اهو لو انا بدأت بالصفة اللي هي الادجكتيف اللي هي خالص ممكن يجي بعض الصفة اسم زي هاي كواليدي اللي هو جودة عالية اذا الصفة اللي هي هاي كواليدي جودة اسم يبا انت جاي بعد الصفة اسم وممكن يجي بعض الصفة iceci zay his is a god looking man يعني او he is a good looking. اذا الصفة مع الانجي اللي هي معناه وسيم. او صفة مع التصريف الثالث زي cold blooded animals اللي هي الحيوانات زاد الدم البارد. اذا الصفة والتصريف الثالث. يبني انت عندك high quality صفة واسم جودة عالية. high quality product. عندك صفة وانجي زي good looking. man يعني شخص وسيم. cold blooded animals. حيوانات زاد الدم البارد صفة وتصريف الثالث. يبني انت عندك الصفة اللي هي الاولى خالص ممكن تكون منها ثلاث انواع من الصفات مركبة. صفة واسم صفة وانجي صفة وتصريف الثالث. هنوضح الكلام ده اكتر. خد copy وبست. احنا كده كده خلصنا الصفة خلاص اهو. وكده خلصنا الزرف وانا فيجي بعده تصريف الثالث بس. زي will known مشهور. عندك الاسم احنا خلصنا الرقم وانا فيجي بعده اسم مفرد. والاتنين بيكونوا صفة مركبة. وبعدها الاسم الموصوف. زي three hour movie. هذا الرقم هو three. والاسم المفرد هو مولتش three hours. انا لو بتكلم عن الساعات هقول ثلاث ساعات هقول ثلاث ساعات. معنى انت استخدمت الرقم. تمام كصفة مركبة يبقى رقم واسم مفرد. اللي اتنين مع بعض يستخدمهم كصفة مركبة. اللي الاسم الموصوف هو مين موفي مودي مدته ثلاث ساعات. طب لو شلت الموفي وتكلمت عن الثلاث ساعات بس. هتبقى ثلاث ساعات. من غير ما تقول موفي ومن غير ما تقول حاجة. طب وصفت بيها. الموفي هيبقى ثلاث ساعات. يعني تقول الرقم والاسم مفرد وبعدين اسم ليه المصوف. هناخد فضلين الاسم بقى. هتاخد الحاجات بتاعت الصفة. يعني الاسم مع الاسم الing والتصريف التالت وهتزود الصفة. تالي مش احنا عندنا هنا الصفة جادت مع الاسم. وكمان الاسم هيجي مع الصفة. يبقى اول صفة مركبة اسم مع صفة. والثلاث دول بتاع الصفة هتحطهم برضك مع الاسم. عندك هنا مثلا. احمد زويل is a world famous scientist. يعني يبقى مشهور عالميا صفة مركبة. مكونة من اسمه وبعدين صفة. في اسم واسم بوليت بروف يعني بوليت بروف جلس زجاج مضاد للرصاص. ادي بوليت اسم وبروف اسم. يبقى اسم واسم كون صفة مركبة. اللي هو واقي او ضد الرصاص. اللي هو بوليت بروف جلس. زجاج واقي او ضد الرصاص. مضاد للرصاص يا. ممكن من اسمه ing. زي time saving tips. هتديك نصائح موفرة للوقت. هذا الاسم هو وده ing. وممكن اسمه تصريف تالت. زي petrol powered car. عربية تضرب البترول. الاسم مع التصريف التالت. يبقى زي ما قلت لك او ممكن ببدأ صفة مركبة باسم. هتيجي مع اسم ومع صفة ing. جي. وبي بي. وتحفظه. كده هنرجع تاني لموضوعنا. يبقى زي بكون صفات مركبة خلي بالك الخطوة ديت مهمة جدا نحفظها بالسهولة دي. عندك اول حاجة. اي. اي. ان. ان. المصود اي بال اي. صفة. الادجكتف. المصود اي بال اي التاني. الادفرب اللي هو الظرف. صفة مركبة التالت بتبدأ بايه? باسم. وهي ديت بتبدأ بنمبر اللي هو رقم. قلنا الظرف بيجي بعضه. زرف. تمام بي يتبع بتصريف تالت. والنمبر. الصفة المركبة بتاعته. بيجي بعدها اسم. مفرد. وبعد كده الاسم الموصف. وقلنا الصفة. وده الاسم. قلنا بداية الصفة ممكن بنكون صفة مركبة منها. لو جاء بعدها اسم. وهنا بنكون صفة مركبة بعدها صفة. بنعكس الاثنين دول يعني. وبعد كده هنا اي اني جي. وبي بي. وهنا برضك اي اني جي. وبي بي. وكمان بنزود اسم. همتم اللعبا. يعني هنا الصفة بتيجي مع الاسم. و اسم بيجي مع الصفة. هنا اي اني جي. وهنا برضك اي اني جي وببي. وبنزود الاسم بياخد كمان ايه? اسم. اسم واسم. زي. و زجاجة المضاد الرصوص خلص شباب. غدوا صفة مركبة. اللي بدق بصفة. في تلت انواق. صفة مع اسم. او صفة بعدها اي اني جي. او صفة بعدها بي بي. طب والاسم. ممكن اسم مع صفة. او اسم مع اين جي او اسم مع بي بي او اسم مع اسم اسم مع اسم يعني بتاخد الثلاثة دول تحطون بعض الاسم اللي هو الاسم والان جي والبي بي او الاسم والان جي والبي بي وتزود كمان الصفة يبقى اربع صفات مركبة بتبدأ بالاسم اسم مع اسم اسم مع صفة اسم مع اين جي اسم مع بي بي الاعمل من ده بقى شباب اللي انت تحفظ الاغنية بتاعتك اللي هي ايه ايه i-an M ونتخلين بالك من منحوظة الشرطة gestрас كоре على حسب المتحرك وساكن Ilmm Thai Y-an D للسفة المركبة. مش ملاه الش علاقة بصفات مركبة. لا علاقة بالاسم اللي بتوصيف السفة المركبة. فاذي كان الاسم اللي السفة المركبة بتوصفه مفرد. هنستخدم اه. زي مثلا . او ماس really spoken language طiot لو قال لك . لغات. عبدية اسم الجامعة ما اخدش اوئان خالص. لان الاول اها مرتبطة بالاسم المفرد. اللي السفة بتوصفه. قلنا ان اهم السفات المركبة . اللي في كتابه للمدرسة هنرج demi. بس المرة دا هنقول ايه بقى ديب سيدد هنا صفة مع تصريف تالت راسخ صفة مع تصريف تالت والنون ظرف مع تصريف تالت متوازن ظرف مع تصريف تالت هنا اسم مع صفة متحدث على صفة متفتح صفة مع تصريف تالت عند قرضة قوية صفة مع تصريف تالت ظرف مع تصريف ثالث وهكذا بقى أعصر مطور غاضب اللي هو جزء من الوقت عارفين ما فيه حاجات كتير بقى اللي انت عارف وعلم عالم الأهم الأصفر دي الصفة مع اسم يعني هنا اسم مع اين جي اللي هم حط لنا الرقم القيسية صفة مع تصريف ثالث فور فوت ده بقى الرقم مع اسم مفرد صفة مركبة زي فور فوت تابل ترابيزة زي اربع رجول بس ات الفكرة مش رجلين بس ولا ثلاثة لا يبقى الفوت اسم مفرد من فيت اللي هي اقدام يبقى دائما صفة مركبة اللي بتيجي مع الرقم بيجي بعد اسم مفرد وبعدين اسم الموصف عندك لونج سليفد برضك صفة مع تصريف ثالث مورد فيموس اسم مع صفة ليت لايف تن مينت اللي هو رقم مع اسم مفرد سيلف سنترد اناني ويل راوندد مسقف او زو خبرة فايف يير اولد رقم مع اسم مفرد هنقول لنا بقبو ايه مثلا الاسم الموصوف طويل النظر جود لوكن وسيم الوزار في معتصيف ثالث يعني محترم بشكل كبير دائم لا يسمح في المنطقة دي بالتدخين يبقى لك مثلا دائم منذ زمن طويل او زمن بعيد راكز بقى معاين عارفين حاجه بقى هنا خلينم نقول مسلا دا الجزء الخامس معنا النهاردة او الجزء السادس الينا خدنا الصفة المركبة وتعريفة وخدنا ان الصفة المركبة بدت används من كلمتين خدنا موضوع ان نستخدم قبلها ka atau n ولا لا دا بيعتمد على الاسم البعض لا مفردا لو فرد بنستخدم a أو an جامعة منستخدمش خدنا بعد كده ان الصفة المركبة هنستخدم شرطة ولا لا دا الجزء الثالث قلنا هنستخدم شرطة اللي هي الهايفن او الداش لو فيه بعدها اسم وفيش اسم هنستخدم الشرطة خدنا طريق التكوين الصفات المركبة اللي هي A A N N وزبطناها عشان نحل بيها اذا احتاجناها خدنا الجزئية بتاعت الصفات المركبة بتاعت كتاب المدرسة واوصي بشدة حفظها ككلمات يعني مثلا الراسخ ديب سيدت يعني يتحدث بقى عن طاق واسع يعني مشهور والنون وسط الفكرة يعني يطبق القواعد بشكل قليل في الجزء ده الجزء السادس بقى الجزء السادس اللي هو بارت سيكس خلينا نبدأ نعلمك ازاي تكون تكون صفة مركبة من حاجة في اجزاء جسم الانسان او الحيوان وبعد كده اس عليها هتجيب مثلا الحاجة بتاعت جسم الانسان اختار كده هير شعر حلو الكلام ازاي نكون من حاجة من اجزاء جسم الانسان صفة مركبة هتجيب الجزء بتاع جسم الانسان دي رقم واحد او حطه في الحل عشان نطبخ هتحط الاسم ده اللي هو الهير هتحطيلي قبله صفة وهتزودلي عليه ايدي الصفة مثلا نحنا بنوصف الشعر ان هو طويل او قصير فهنقول لونج وبعدين هيرد بوي بقى معناها ولد زو شعر طويل نفس الفكرة هتحطه الصفة زيت جزء من اجزاء الجسم اللي هو هير هتحط له ايدي هتبقى شورت هيرد جورل بنت زيت شعر قصير بسط الفكرة يبقى انا بجيب الجزء بتاع اجزاء الجسم وبحط قبله صفة زي شورت او لونج وجزء الجسم بحط له ايدي تعال نختار العين مش العين دي زرقه في عين خضره يعني الخضره بلو ايز يعني زرقه طب انا عايزة حوالي الصفة مركبه هتجيب العين هتحط قبلها الصفة وبعد كده هتحط الايدي بتاعتك وبعدين تحط الاسم الموصف فلما نقول مسلا جرين ايدي جورل يعني بنت زيت عيون خضره بلو الصفة لان الانوان صفة وبعدين الجزء الجسم اللي هو اي هنحط له ايدي عشان في اي اصلا يبقى بلو ايدي بوي يعني ولد زي عيون زرقاء يبقى من اجزاء الجسم هتختار الجزء بتاع الجسم اللي هو الهير او او نوز تمام لونج نوز بوي يعني ولد زاته انفن طويل تمام اللي هو بنوكيو مسلا يبقى بتاخد جزء من اجزاء الجسم وسط الفكرة بق مسلا واسع كده زي الزنوج مسلا هنقول مسلا ايه هنجيب الماث وهنحط مسلا لارج يبقى نقول لارج ماثت بوي يعني ولد او مان رجل زاء فم واسع وهكذا يعني وسط الفكرة فاي حاجة من اجزاء الجسم هتحط لي قبلها صفة وتحط لي بعدها ايه دي يبقى انت كده تكونت صفة مركبة حط لي بقى بعدها الاسم الموصوف اللي هو بوي او جرل او مان تمام يبقى انت عندك لونج هيرد بوي ولد زي شارن طويل شورت هيرد جرل بنت زي شارن قصير جرين ايت جرل بنت زي عيون خضراء بلو ايت بوي ولد زي عيون زرقاء تقدر تعمل ده مع الحيوانات يعني مسلا فيه كلب مسلا عايز اقول رجل قصيرة فهنجيب الرجل لو جزء من اجزاء الجسم هنحطها ازاي صفة مركبة هتحط اللج هتضفلها ايه دي عشان كده ضعفنا الجي وحطنا ايه دي عشان قبلها ساكن وهنجيب صفة زي شورت وبعدين تحط الاسم الموصف اللي هو الضج فهتقول انه يكون اشورت لجد ضج انه كلب زيت رجل قصيرة او لونج لجد ضج كلب زيت رجل طويلة خلاص شباب يبقى هنا بنجيب الصفة مركبة من الاسم الذي اعتبر من جزء من شيء مثلا جزء من اجزاء الجسم او اللبس يعني مثلا انا هلابس شيرت كمامو طويلة فهتجيب الجزء زي جزء ما زي ما عملناها في الانسان او في الحيوان هتجيب الشيرت ده هنعتبرهم ده الانسان الجزء منه اللي هو من سليف الكوم فهنجيب السليف زي وزي الشعر كده ده جزء من ايه من الشيرت عايزين نعمل صفة مركبة هنخلي الكم ده اللي هو جزء من اجزاء الجسم بقى او جزء من اجزاء الجسم الحيوان او جزء من اجزاء لبس او جزء من اجزاء بيت هتاخد الجزء ده اللي هو الاسم تحط له دي او ايه دي وتحط له قبله صفة فلما تقول هذا يكون على الصفة الاسم بقى اللي هو يعتبر جزء من التي شيرت او جزء من الامير التي شيرت اللي اللي لابسه ده هتقول تي شيرت يعني تي شيرت زاتة كمن طويل زاتة كمن ايه طويل فبتجيب الجزء اللي هو يعتبر من اجزاء الجسم او انسان او حيوان او جزء من اجزاء اللبس زي القم كده او جزء من اجزاء البيت زي غرفة مثلا وتجيب قبلها الصفة عادي بس بيتم اضافة ايه دي للاسم يبقى انت عندك الصفة وبعدين الاسم يضاف له ايه دي خلاص يا ولاد وبردك نفس الكلام مع الخصائص اللي بتمثل اللي هي الخصائص العقلية او الخصائص الجسدية زي مثلا مايند ما هو العقل ده يعتبر جزء من اجزاء الجسم تمام فنحط قبله صفة ونقول ايه يا جماعة ركز معي اوبين مايندد فاكرينها اذا الصفة اللي هي اوبين ومايند اللي هو العقل فنحط الا ايه دي هتبقى اوبين مايندد بورسن شخص متفتح ابسنت مايندد بورسن شخص غائب الوعي او تايه تمام برضك نفس الفكرة براون هيرد هنا الغرفة مثلا الغرفة جزء من اجزاء البيت فقلنا two roomed apartment شقة زية غرفتين ماهي التو ده يعتبر رقم يعتبر صفة والجزء بتاع البيت room حطنا له ايه دي بقت صفة مركبة بقت شقة زية غرفتين يبقى ملخص ما سبق واحنا بنحل في الواجب على الصفات المركبة فيه نوع من انواع الصفات المركبة بيتكون من حكتين اتنين الاسم اللي بيعتبر جزء من جسم الانسان او الحيوان او من اللبس او من البيت مضاف له ايه دي مسبوقا بصفة ده اسم مسبوق بصفة الاسم بنحط له ايه دي وقابله صفة دي صفة مركبة بتاعة الاجزاء او الخصائص الجسدية او العقلية لانسان او الحيوان او اللبس او البيت فخلي بالك من عادية مهمة جدا افتكرها ببراون هيرد او بلونج هيرد من امون لونج هيرد يعني شخص زو شعر طويل طيب يلو هيرد يعني شخص زو شعر اصفر يبقى الاسم مضاف له ايه دي وقابله الصفة بعد ما ربنا اقررنا سبحانه وتعالى وفهمنا فكرة الجزء اللي في الجسم او جزء في جسم حيوان او في جسم في عقل الانسان زي المين او في جسم الانسان زي الاي زي النوز زي الهير زي الايز او جزء من مبنى زي الروم عشان نعمل صفة مركبة في هذه الحالة قلتلك ان الاسم اللي هو عبارة عن الجزء ده زي الهير وتحط له ايه دي في الكزمة اللي هي تعتبر جزء من اجزاء الجسم دي هيرد مسبوقة بصفة زي لونج او شورت زي لونج هيرد زي تشعر طويل شورت هيرد هاد الصفة ودي الاسم مسبوقة بيدي قصير للشعر زي جرين ايد يعني بنت زي عيون خضراء وهكذا بعد الجزء بتاع اجزاء الجسم ده اللي احنا بناخد جزء الجسم بنحط قبله صفة وبعده بنحط ايدي كده انت كونت الصفة المركبة الخاصة بالخصائص الجسدية او العقلية الانسان او حيوان او جزء من اجزاء جسم او عقل او مبنى خلاص صفة مركبة من كلمتين اتنين الكلمة الاولى صفة وبعدين الاسم اللي بيعتبر جزء من الجزء الجسم ده بنحط له او دي دي الصفة المركبة فيه بقى عندك تلات اجزئيات مهمة جدا في تكوين الصفات المركبة اول حاجة وما تلهت يا شباب وبعدين ناخد الارقام ونقتم اذا كانت الصفة المركبة اللي عبارة عن كم كلمة كلمتين اتنين اذا كانت الكلمة التانية في الصفة المركبة اصلها اسم كلمة التانية هتجيب الصفة المركبة ما هيقول لك مثلا ايه كمل النقط هيجيب لك الكلمة الاولى وقولك النقط هيدوشك هتروح قايل الكلمة التانية اصلها اسم اذا كانت الكلمة التانية في الصفة المركبة ما هي الصفة المركبة عبارة عن كم كلمة اولاد اهي كلمتين ادي الاولى ودي التانية خليك مركز في التانية اذا كان اصلها اسم يبقى انت لازم تشتغل ازاي هتخلي الاسم ده ايه دي مع صفة اما دي الصفة المركبة اذا كانت الكلمة التانية اسم يبقى الاسم لازم يكون في ايه دي ومسبوق بصفة بص هنا مثلا شايف كلمة absent minded اللي هو مغيب الكلمة التانية اللي هي mind الكلمة التانية ركز فيها اصلها اسم بمعنى عقل فاذا كانت الكلمة التانية في الصفة المركبة اسم فلازم نحط لها ايه دي والكلمة اللي يجب لازم تكون صفة ايه blue eyed بصع كلمة التانية كده اي اسم بمعنى عين فاذا كانت الكلمة التانية في الصفة المركبة اسم فلازم نحط لها ايه دي ومسبوق بصفة الانوان صفة يبقى blue eyed زيت عيون زرقاء free roomed يعنى بيت مكون من ثلاث غرف يبقى الروم ده يعتبر اسم بمعنى غرفة يبقى الكلمة التانية في الصفة المركبة اصلها اسم فهنحط لها ايه دي وقبلها صفة صفة ما هي الرقم اعتبر صفة يبقى three roomed house بيت ذو ثلاث غرف كلمة kind hearted الكلمة التانية heart اللي هي اسم بمعنى قلب فاذا كانت الكلمة الثانية في الصفة المركبة اسم ننضف لها ايه دي ونحط قبلها في الكلمة التانية صفة يبقى kind hearted طيب القلب kind hearted teacher مدرس طيب القلب كلمة strong willed لو بسعت عالكلمة التانية هتجد ان كلمة will معناها ايراق ده فالكلمة التانية في الصفة المركبة اسم فهنحط في الكلمة التانية ايه دي مسبوقة بالصفة يبقى strong willed teacher يعنى مدرس زو ايرادة قوية لو جيت بسعت على short leged يعنى كلب زو رجل قصيرة هتجد ان الكلمة التانية في الصفة المركبة اسم فاذا كانت الكلمة التانية في الصفة المركبة اسم فبنحط لها ايه دي وقبلها صفة يبقى short leged dog كلب زو رجل قصيرة هنا cold blooded الكلمة التانية blood اسم هنحط لها ايه دي وقبلها صفة cold blooded animals حيوانات الدم بارد good natured زو طبيعة جيدة الكلمة التانية nature يبقى الكلمة التانية في الصفة المركبة اسم فهنحط لها ايه دي وقبلها صفة يبقى good natured person شخص طبيعته كويسة old fashioned موضة قديمة fashion موضة الكلمة التانية في الصفة المركبة اسم فحطنا لها ايه دي وقبلها صفة old fashioned cloth ملابس موضة قديمة long sided اللي هو نظره طويل وفي ناس عندها اسر نظر وفي ناس عندها طول نظر ده عنده طول نظر الكلمة التانية side في الصفة المركبة بمعنى نظر دي اسم فحطنا لها ايه دي وقبلها صفة يبقى long sided person شخص زو مش اسر نظر بقى لقى عنده طول نظر deep sided راسخ seat اسم بمعنى مركز حطنا لها اسم كلمة التانية ايه دي وقبلها صفة root اسم بمعنى جزر حطنا لها ايه دي وقبلها صفة mind اسم بمعنى عقل حطنا للاسم اللي هو كلمة التانية في الصفة مركبة ايدي وقبلها صفة يبقى narrow minded person شخص ضيق الافق high spirited spirit الكلمة التانية في الصفة مركبة اسم بمعنى روح فحطنا لها الكلمة التانية لها الاسم ايدي وقبلها صفة يبقى high spirited person شخص زو روح معنوية عليه ده النوع الاولان يا شباب فحنقسم عندنا ثلاث حاجات كده الصفة المركبة على طول تنزل لي بحاجتين واحد الكلمة الاولى الكلمة التانية اذا كانت الكلمة التانية اسم يبقى حضرتك هتحط للاسم ده ايه دي والكلمة الاولى لازم تكون صفة زي long heard person ده الاسم المنصوف يبقى شخص زو شعر طبيع دي الصفة المركبة قال الاسم اهو حطت له ايدي وقبله الصفة ده النوع الاولاني النوع التاني عندك صفة مركبة برضا كلمة اولى وكلمة تانية اذا كانت الكلمة التانية من الصفة المركبة عبارة عن تصريف تالت والتصريف التالت ده صفة يبقى لازم الكلمة الاولى تكون ظرف نقول تاني كلمة التانية colored دي معناه مرون صفة بس تصريف تالت educated متعلم ده صفة بس تصريف تالت rounded صفة بس مش اي صفة ده تصريف تالت مثقف non معناه معروف ده صفة بس مش اي صفة ده تصريف تالت talented متوازن صفة بس مش اي صفة ده تصريف تالت spoken متحدث او منطوق اللغة منطوق بشكل كبير يعني صفة بس مش اي صفة ده تصريف تالت كلمة developed كلمة respected محترم ده صفة بس مش اي صفة ده تصريف تالت بدني مطور صفة تصريف تالت cultured مثقف صفة بس تصريف تالت educated متعلم او مثقف صفة بس تصريف تالت في حالة ان الكلمة التانية varios صفة المركبة تكون صفة ومش اي صفة ده تصريف تالت لازم الكلمة الاولى تكون ظرف لان الظرف هو الذي يصف الصفة وصلت يبع عندك هو يا شباب انه احنا عندنا تلات حاجات لو كانت عندك الصفة المركبة الكلمة الاولى الكلمة التانية عبارة عن صفة ومش اي صفة الصفة دي تصريف تالت زي نون زي ريسبكتد يبع دي صفة ومش اي صفة دي تصريف تالت حاجتين هو صفة والصفة دي عبارة عن تصريف تالت لازم اجباري الكلمة اولى تكون ظرف زي لازم الكلمة الاولى تكون ظرف طالما الكلمة التانية صفة ومش اي صفة لتصريف ثالث يبقى لازم الكلمة الاولى تكون ظرف تماما شباب عندك هوبق ده معناها ساطع الالوان ده مصقف او متعلم ده زو خبرة ده معروف ده متوازن ده منطوق بشكل كبير ده محترم بشدة ده مطور جدا ده مصقف بشكل كبير او مصقف بشدة ده سيء التعليم او متعلم بشكل خير يبقى كلها صفات مركبة نوع واحد النوع اللي هو الكلمة التانية فيه مش اسم لا الكلمة التانية فيه عبارة عن صفة ومش اي صفة ده تصريف ثالث يبقى لازم الكلمة الاولى تكون ظرف النوع التالت من الصفات المركبة اللي عايز ادربك عليه هو عبارة عن كلمتين الكلمة التانية فعل يبقى احنا خدنا صفة مركبة الكلمة التانية theres my name اسم يبقى نحط لها ايه ده وقبلها اصف كلمة التانية في الصفة المركبة لما كانت صفة والصفة دي عبارة عن تصريف ثالث حطنا قبلها ظرف الكلمة الاولى هنا بقى الصفات المركبة حالها ايه لما الكلمة التانية تكون فعل حضرتك هتروح بوصص على الاسم الموصوف إذا كان الاسم الموصوف ده هو الفاعل يعني الجملة معلومة هتستخدم الفاعل اللي هو الكلمة التانية في صيبة مركبة في صيبة الان جي زي جود لوكين وومن امرأة وسيمة لأن هي التي تبدو جيدة يبقى هي الفاعل الذي يبدو وسيم فهي الفاعل اللي هي مين المرأة اللي هي الاسم الموصوف اللي مين بيوصفه صفة مركبة والصفة المركبة الكلمة التانية فيها فاعل فالكلمة التانية هتكون اي نجي لأن هي معلوم لأن الاسم الموصوف هو الفاعل اللي بعدها hard working مرضك صفة مركبة الكلمة التانية فاعل لأن كلمة work كلمة التانية أصلاها فاعل بمعنى يعمل فإيه الاسم الموصوف من رجل يبقى مين اللي بيعمل الرجل هو الذي يعمل يعني الجملة اسم الوصوف فاعل يعني جملة معلوم ساعتها يبقى كلمة work اللي الكلمة التانية هتيبقى هو i نجي يبقى hard working man رجل مكتهد هنا record breaking الكلمة التانية في الصفة المركبة ايه؟ فعل حلو طب والاسم الموصوف player والplayer ده هو اللي بيحطم أو بيكسر العقام القاسية يعني فاعل يعني معلوم فخليت الفعل اللي هو الكلمة التانية في الصفة المركبة i نجي يبقى record breaking player لاعب محط من الرقام القاسية يعني هو اللي بيكسر العقام يبقى فاعل يبقى زا كان الاسم الموصوف اللي بتوصفه صفة مركبة الكلمة التانية فيها فاعل زا كان الاسم الموصوف ده هو الفاعل يعني الجملة معلوم فالكلمة التانية في الصفة المركبة اللي هي الفعل تكون i n g هنا بيقول لك meet eating الكلمة التانية اخبارها ايه فعل اللي هو eat اللي هو نروح للاسم الموصوف ايه عمل حيوان قالك meet eating animal حيوان اكل للحوم هو الحيوان ده هو اللي بيأكل اللحمة ايوة يبقى هو الفاعل اي نعم يبقى الصفة المركبة اللي الكلمة التانية فيها فاعل هنخل الفاعل بتاعها i n g وصلت الفكرة ان هو اللي بيأكل لحمة فهو الفاعل فالجملة معلوم فالكلمة التانية اللي هي الفعل هتبقى i n g هتبقى meet eating animal حيوان اكل للحوم نفس المكان اذا كان احنا خلصنا ده اذا كان الاسم الموصوف بعد الصفة المركبة هو الفاعل القائم بالفعل يبقى الفاعل اللي هو الكلمة التانية فالصفة المركبة مضيف له i n g هنا بقى اذا كان الاسم الموصوف بعد الصفة المركبة اللي الكلمة التانية فا فعل هو المفعول يعني الجملة مجهول بنستخدم الايدي او التصريف التالت ولذلك انا بقول هاف كوكت بنوصف مين هنا الصفة المركبة الكلمة التانية اخبارها ايه فعل يطبخ فعملنا في ايه تصريف تالت لان اللحمة هنا هي اللي بتطبخ ولا هي اللي بتطبخ لا اللحمة مطبوخة نص ونص يعني نص سوى يبقى اللحمة هنا اللي هو الاسم الموصوف هي الفاعل لا هي المفعول يبقى الجملة مجهول يبقى الفعل اللي هو الكلمة التانية في صفة المركبة ايه وتصريف تالت انا برضا قلت هوم جرون الكلمة التانية جرون فعل فعشان كده خلناها تصريف تالت لان الفكهة هي المزروعة فعل بمعنى يعمل لان العربية هي اللي تدور بالطاقة الشمسية فالجملة مجهول فخلت الفعل اللي هو الكلمة التانية في الصفة المركبة تصريف تالت دي فرايت بوتادوز البطاطس هي اللي بتقلي ولا هي المقلية هي المقلية فالفعل الكلمة التانية في الصفة المركبة خلوته تصريف تالت نروح بقى هنا نكمل الجزئة التالتة بتاعتنا ما احنا قلنا تلاتة ازا كانت الصفة المركبة الكلمة التانية فعل وده الكلمة الاولى ازا كان عندي الاسم الموصوف فعل يعني الجملة اكتف معلوم يعني يبقى الفعل ده هيكون في الان جي طيب لو الصفة المركبة كلمة التانية عبارة عن فعل اصلاه فعل زي ايد كوك جرو باور والاسم الموصوف عبارة عن مفعول يبقى الجملة مجهول يبقى الفعل اللي هو الكلمة التانية هيكون في التصريف التالت يبقى انت عندك هوت تلات حاجات هدية من استاذ محمد جلاد حيزبطولك الأداء الصفة المركبة دايما مكونة من كم حاجة كلمتين هنالكز عالكلمة التانية في ہل التانية مع الحفظ اللي هي قبل كده ازا كانت الكلمة التانية اسمه يبقى تحط لدYo DUE وهدأ aos يسبعه ازا كانت الكلمة التانية في صفة المركبة صفة أصلاها تصريف � fel هتحط هنا في الكلمة الولى ازا كانت الزرفة المركبة كلمة التانية فعل هتشوف الاسم الموصوف فعل هتخلي الفعل consegue يعني مجهول تصريف تانية مهم جدا يا شباب داي خلنا اخبر مهم جدا في الرقم مش الرقم ده ثري دايز تلاتيام ليه جمعته لان انا هنا بتعامل معاك اسم ثلاثة ايام ثلاثة اسابيع اسم فبجمعها عادي ثلاثة يبقى بجمعها اما انا لو الرقم ده هو جبعده اسم يبقى انا هنا استخدمته كاسم اما انا هنا الرقم ده استخدمته كصفة تصف كلمة هوليدي فاذا استخدم الرقم كصفة لا يجمع فعشان كده قلت ثري داي ما قلتش ثري دايز ليه يا مستر عشان جاء بعدها اسم فاين اللي حصل يا مستر اصبح ده صفة مركبة والصفة المركبة لا تجمع يبقى ما نفعش اقول اس يبقى حضرتك هما ثري داي ولا ثري دايز الاثنين انت تعملت معاك اسم ثري داي كاسم ولا تعملت معاك صفة طب انا عارف من ايه هل في اسم بعدها الرقم ده استخدم الوصفه يبقى ده صفة مركبة والصفة لا تجمع ما تحطش اس طب ازا ما كانش في اسم وتتكلم عن الايام او الاسابيع او السنين حط اس عادة ثري دايز ثري ويكس ثري ييرز عادي جدا خلصنا الحمدلله رب العالمين بس انا عايز اقول لكم الحاجة بنبدأ تعلم اللخص للخصة صغيرة كده احنا عملنا ايه احنا خدنا حاجة اسمان صفة المركبة قلنا ان الصفة المركبة يعبرها عن كلمة او صفة مكونة من اكتر من كلمة كلمتين او ثلاثة صفة ايه مركبة تتكون من كلمتين كلمة الاولى والكلمة التانية اخدنا ان الصفة المركبة زي ويل نون بنضيف ويل نون بنضيف الشرطة دي اذا كان بعدها اسم مفيش اسم مفيش شرط قلنا الجزء الثالث ان الاول ان مرتبطة مش بالصفة المركبة مرتبطة بالاسم المفرد الموصوف اللي بتوصفه صفة المركبة فلو كان اسم جمع او اسم لا يحد مفيش ولا ا ولا ان قلنا يا شباب في الصفات المركبة ان هي بتتكون بطريقة ايه ايه ان ان لان طريق الادجكتف الصفة الادفرب ظرف الناون الاسم والنومبر اللي هو الرقم يعني دايما ايه صفة مركبة هتلاها بدقة بصفة او ظرف او اسم او رقم قلنا الزرف بياخد دايما تصريف ثالث والتصريف الثالث ده غليما بيكون صفة قلنا ان النامبر بيجي بعض اسم مفرد وبعد كده الاسم الموصوف الصفة بتاخد ثلاث حاجات اما اسم يبقى في صفة واسم ادى صفة مركبة صفة وانجي صفة وبيبي الاسم خد اسم برضك يبقى اسم واسم صفة مركبة زي بوليت بروف اسم واسم وممكن بتاخد ثلاثة دول زي ما هم كده تحطهم هنا ممكن باسم واسم او اسم وصفة او اسم وينجي او اسم وبيبي دول الاربع طرق الي بنكون بيهم اي صفة مركبة خدنا بعد كده يا شباب قلنا ان احنا عندنا ثلاث ملحوظات او اربعة ملحوظة الاولى اللي فيه صفات مركبة الكلمة التانية اسم او اعنا tahun 30 ثلاث ملحوظ 그 yui من البس او اسم يختبئ وصفة الصفة المركبة التانية ولو اخيرها لتصريف ثالثة عباره عن رضاء مرفأ صفة دائما بيكون نظار الصفة المركبة التالتة ليصبح اذا كلمة التانية اسم ف увидетьه وقابلة ياhumanين الصفة المركبة لو كلمة التانية عباره عن sensitive العديد فهو حبارة عن صفة والصفة دي يابره لزارف الصفة المركبة الثالثة لو الكلمة الثانية فعل والموصوف اللي اسم الموصوف فعل يعني الجملة اكتف معلوم يعني بيكون الفعل ده ايو نجي وقلنا نفس الفكرة اربعة الصفة المركبة لو الكلمة الثانية فعل والموصوف اللي اسم الموصوف مفعول يعني الجملة مجهول فمنستخدم الفعل ده في التصريف الثالث وهنا اي كلمة بقى قلنا برضك يا شباب ملحوظة صغيرة تانية ان انت عندك الرقم ده مثلا ثري داي لا بنقول ثري دايز لان هنا اسمه ثلاث ايام طب لو استخدمت الرقم ده صفة مركبة اللي هو النامبر اخر واحدة النامبر مع الاسم المفرد هنا بقى في اسمه وصوف اللي اهالي داي مسلا يبقى اجازة مدتها ثلاث ايام يبقى هنا ما بنحطش اس لان هنا اصبح صفة مركبة والصفة لا تجمع فعشان كده هنا مفيش اس هنا في اس لان هنا اسم عادي ايام هنا اجازة مدتها ثلاث ايام فلا يعتبر بالنسبة للصفة لوجود اسم بعدها هنا يعتبر اسم فبقى معه معادي انا صفة فما بجمعوش نحطش اس ده الملخص بتاعنا يا شباب ننتقل دلوقتي يا شباب لي بارت ثري الجزء التالت معنا وهو الجرامر الخاص ببارتو الجرامر جزء اتنين اللي هو الجرامر التاني اللي هو الريلاتف برناونز طبعا الريلاتف برناونز من القواعد التراكمية المهمة جدا يباني ان هي صعبة ولكن بطريقة معينة او باسلوب معين محتاج منك شوية تركيز معي هتحس ان فعلا بجد بفضل الله سبحانه وتعالى ان الموضوع بسيط جدا وسهل جدا بسم الله الرحمن الرحيم ونقول يعني ايه الريلاتف برناونز اللي هي ضمائر الوصل قالت جمل الوصل هي في الاساس جملتين بينهما مكرر انا نقوم بحسف المكرر باستخدام ضمير وصل مناسب ولذلك اهم شيء في الجملة الموصولة عسف مكرر الجملة التانية طبعا هتقول لها مستر انا مش فاهم اي حاجة اقولك كده ركز معين في المثال اللي جايدة بيقولك هنا علي اسكليفر هدي واحد هي از ادكتور هدي الجملة التانية يبقى نرجع كده جمل الوصل في الاساس كانوا كم جملة جملتين اتنين هدي واحد علي اسكليفر هي از ادكتور هدي رقم اتنين بينهما مكرر اللي هو يعتبر الهي فنقوم بحسف المكرر عشان هعمل ايه بقاه اخلي الجملتين الجملتين اخلوهم جملة موصولة بالجملة الاخرى انا ما قلتش جملة واحدة لا انا قلت جملة موصولة يعني الجملة الاولى هربطها او هوصلها بالجملة التانية باستخدام ضمير وصل وبناء عليه الجملة الموصولة دي هتكون نتيجة حركتين ان الجملتين الاتنين هيكون عندي هدف ان انا هوصلهم ببعض باستخدام ضمير وصل مناسب زي لهو مع العاقل اللي هي اللازي للعاقل ويتش غير العاقل اللازي اولاتي لغير العاقل وير للمكان وين للزمان الحركة التانية بعد اما استخدم ضمير وصل مناسب عاقل او غير عاقل او مكان او زمان او غيره بنحزف المكرر في الجملة التانية يعني اللي هي ده ما عادش لي وجود باي باي فعشان كده هنقول علي هو از ادكتر از كليفر لو لحظت هتجد ان انت عندك هنا هو از ادكتر اللي هو جملة الوصل اللي انا حطيت فيها اللي هو مكاني لهي لها هي از ادكتر بقت هو از ادكتر وبعدين قلت علي هو علي اللازي فوصلت الجملة الموصولة بالجملة اللي فاضلة اللي هو علي هو إيز أدكتور إيز كليفر لو لاحظت ان انت هتجد ان فاضل علي والهو مكان هي التانية ووصلت الجملتين ببعض فبقيت جملة موصولة ليه لان هذه الجملة الموصولة بها شرطان الشرط الاولاني ان هي كانت جملتين ربطتهم باستخدام ضمير وصل اللي هو الهو اتنين حزفت المكرر في الجملة التانية اللي هو الهي واصبحت الجملة تين جملة موصولة او مربوطة بجملة تانية باستخدام ضمير وسط مناسب مع حسف مقرر الجملة التانية لو اخدناك كمان مثال بيقول نفس الفكرة ادي لها بعدين قالك اه ان ادي الجملة الاسية تمام ودي اي بوت طبعا حزفت ال ات واستخدمت ويتش عشان هي غير عقل وهو اقول العربية التي اشتريتها الاسبوع اللي فات مالها يبقى دي اسمها جملة موصولة اثبت لان اصلها جملتين اللي هي العربية غالية هاته الجملة الاسسية والجملة الموصولة اللي هي كانت اي بوتت انا اشتريتها الاسبوع اللي فات فخليت الجملة الاتنين جملة موصولة عن طريق حركتين شيلت ال it للمكرر واستخدمت which اللي ربطت بيها الجملة الاولى بالجملة الكام التانية طائب which هنا بقى ما يسمى بال relative pronoun ضمير الوصل وتستخدم لغير العاقل العربية التي يبقى دايما في المسال اللي فات يا ولاد لو روحنا له هتجد ان علي ده عاقل فقلته هو نلاحظ شباب مبدأ اسمه مبدأ الالتصاق في ضمائر الوصل يعني ايه دي سر من اصرارنا يعني الهو ديت هتجد انه عيد على اللي قبلها واللي بعدها يعني عيد على اللي قبلها علي الذي يكون ماهر فدايما الهو مرتبطة بعالي لانه عاقل الجملة اللي بعد كده بتقول the car which العربية التي I bought انا اشتريتها يبقى دايما انا بحط العاقل او غير العاقل بعد ما يعود عليه مباشرة يبقى المبدأ الاساسي او اول سر من اسرارنا النهاردة في حصتنا بتاعة ان الطالب يستطيع التمييز بين ثلاث مسمات المسمى الاول الجملة الواحدة لما قول علي is a doctor علي يكون ماهر المسمى الاول وهو الجملة الواحدة ان انت يبقى عندك جملة واحدة المسمى التاني ازاي تعرف ان عندك جملتين منفصلتين المبدأ التالت او الاساسي التالت السر بتاعنا الاولاني ان انت تعرف يعني ايه جملة موصولة الجملة الواحدة يا اولاد زي ما بنقول مثلا علي is clever دي جملة واحدة الجملة تان لما نقول مثلا علي is clever هده جملة he is a doctor هده جملة تانية الجملة الموصولة ان انا هتطبق الشرطين اول حاجة حسف المكرر اللي هو هي مسلا واستخدام ده من الوصل مناسب اللي هو هو لان انا عندي عاقل فهنقول علي اهو هنروح بقى لناك نربط هنشيل هي ونحطه هو هنقول علي هو is a doctor هده جملة الوصل وبعدين كما ونجيب الجملة الاولى اللي هي الجملة الاساسية يكون ماهر بدي اسمها الجملة الموصولة اللي هما في الاساس جملتين حزفت المكرر واستخدمت ضمير وصل مناسب يبقى اول سير من اسرارنا الطالب بتاعنا الجميل يفرق بين الجملة الوحدة زي ما بقول علي is clever الجملة تان علي is clever he is a doctor دي جملة وجملة منفصلتين عن بعض بالfull stop وكل جملة منفصلة عن التانية الجملة الموصولة ان انا بربط الجملة تان بقى او بوصلهم بضمير وصل مناسب مع الشرط التاني وهو حسف مكرر للجملة التانية يبقى الاساس عندنا يا ولاد ان انت هتستخدم عشان تحول الجملتين لجملة موصولة زي ما قلت لكم ودايما بتكرر اقول ان انت هتستخدم ضمير وصل مناسب وهو هتنسى تحزف المكرر اللي في الجملة التانية لانه مش هينفع في الاساس النهاردة ان احنا نقبل في جملة موصولة مكرر ممنوع منع بقى التان اول سر معنا النهاردة من الاسرار اللي خلت الجملة موصولة اللي هي relative pronouns ضمائر الوصل فعندنا الهو للعاقل والهوم للعاقل الاتنين والذات للعاقل وغير العاقل يبا انت اكيد عندك تلات عاقل الهو والهوم والذات لان الذات بتستخدم مع العاقل وغير العاقل والهو والهوم عاقل بس عندنا الويتش لغير العاقل وعندنا الهوز للملكية الوير للمكان وعندنا الوين للذمان وعندنا برضك واي بمعنى ليه اقدر استخدمها كضمير وصل زي نوسا مقولك علي مارد مونة انا اعرف ليه علي تجوز مونة عشان فلوسة انا اعرف ليه علي مارد مونة وممكن مستخدم موطق كضمير وصل بمعنى ما ان انا مسلا اقولك افعل ما اخبرتك به او انا لم اقرر ما اشتري بقى الوات اللي انا هستخدمها كضمير وصل بمعنىها بالعرب كده ما بين الجملتين ما زي قمتلك من شوية انا لم اقرر ما اشتري يبقى عندنا تسع ضمائر وصل اللي هو بستخدمهم عشان اربط ما بين الجملتين المنفصلتين وخلهم جملة موصولة فبستخدم واحد من التسعة دول مع شرط تاني مهم جدا وهو حسف المكرر اللي في الجملة التانية طبعا اتكلمنا في المضادة كتير عشان الناس تستوعب الجزية دي يبقى انت هتستخدم ضمير وصل من الضمائر اللي موجودة قدامك دي وفي نفس الوقت هتحزف للمكرر من الجملة الكام التانية وزي ما قلتلك اللي هو مع العاقل اللي هو مع العاقل والذات عاقل وغير عاقل وما تستعجلش في التفريق ده الاساس وكده كده هفرملك وهعرفك الفرق من كل واحدة فيهم ازاي وليه عن طريق سر من الاسرار بتاعتنا اللي هو عاقل اللي هو معاقل ده مهم جدا يعني انا مش عايزك في الاسلايد ده تعرف غير اللي انا زي رهولك بالزبط هو ده رؤيتي ليك في الاسلايد ده ان انت تعرف ايه دمائر الوصل اللي يارجيليتف برونونز ان انت تعرف ان دمائر الوصل ده الشرط الاول اللي من خلاله بقدر اربط جملتين منفصلتين وبخلهم جملة موصولة مع شرط تاني وهو حصف مكرر جملة تانية كده بقى عندها جملة موصولة اللي اصلاها جملتين الهو بقى للعاقل والهو من العاقل ده اللي عايزك تعرفه ان انت تبع عارف ان الهو عاقل والهوم عاقل والذت عاقل وغير عاقل والويتش غير عاقل والهوز ملكية والوير مكان والوين زمان والويل ايه والوط ما او ماذا بس كده احفظهم كويس جدا ويا الله بينا انتقل ليه السليل اللي بعد كده السر الاساسي بقى النهاردة في شغلنا واهم جزئية ان انت تطلع ورا وقلم معايا وتكتب ان انت تعرف تطلع لي من الجملة اربع حاجات الاربع حاجات دولت عايزك تعرف مسمياتهم وبعدين تحفظهم زي اسمك وبعدين افاهمك بقى كل جزئية من خلال ما احنا شغالين بس دايما اكتب ورايا دايما اتعلم تطلع اربع حاجات من الجملة واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى العدد اربعة وده مهم جدا عشان الذاكرة ان انت تعرف لي من الجملة الموصولة اللي هتحلها ان انت بتتكلم عن عاقل ولا بتتكلم عن غير عاقل فده سهل او يا مستر من بسيطة يعني بعرف لو علي عاقل لو قدت مثلا ذاكات او ذاكار بتبقى غير عاقل جميل جدا الخطوة التانية ان انت بتحددلي بقى العاقل او غير عاقل هو فاعل ولا مفعول فانا لو قلت علي هو كيلد مونة علي اللي اتل مونة فكده فاعل طب لو قلت علي هوم مونة كيلد يبقى علي هنا مفعول فبقدر احدد ده من الجملة التانية مباشرة رقم تلاتة هل عندنا حرف جر ولا لا ومكانه فين وانا اللي يهمني ان حرف الجر يكون في المكان ده شايفين هاته النقطة اهو المفروض ده ضمير الوصل او واحد من التسعة اللي قلنا عليهم هنا اللي يهمني ان لو هنا فيه حرف جر قبل ضمير الوصل ده اللي يهمني جدا اما انا حرف الجر لو جاب على ضمير الوصل ما يهمنيش في حاجة يبقى امتى هتأثر بوجود حرف جر لو جاء قبل ضمير الوصل جاء بعضو مش فرق معي رقم اربعة احدد ان انا عندي شي بجملة ولا لا ليه عندنا بعض باسمها جملة اعتراضية العادة بقولك انت زمانك مستعجل وعايز تعرف الاسرار اللي بعد كده بس انا بقولك الدنيا مهم جدا فيها الصبر انا عايزك في السلايد ده تعرف ان انت بتعتمد على اربع مهارات الاربع مهارات دولت بالنسبة لك عايزك تكون حفظهم زي اسمك ان كل جملة تطلع منها اربع حاجات تحدد ان ايه عقل ولا غير عقل وبعدين هو فاعل ولا مفعول في حرف جر ولا لا ومكانه فين اللي يهمني ان يكون قبل ضمير الوصل اربعة فيش بجملة ولا لا طبعا انت عايز تعرف التفاصيل وبتاع مهارات ده جاي ما انا هقولهولك ما تقلقش بس انا عايزك تطلع ورقتك وقلمك زمانك ما كتبتش ورايا زمانك بتقول انا مش فاهم زمانك بتقول انا مستعجل اعرف الفرق بينهم مع ان انت اتفهم واتعرف الفرق بينهم لما تكتب الاربع دول ورايا وتعرف يا شباب المهم بالنسبة لي في كل جملة اطلع اربع اسرار منها احدد ان هي عاقل ولا غير عاقل وبعدين احدد ان العاقل ده ولا غير عاقل ده فاعل ولا مفعول رقم تلاتة في حرف جر ولا لا واللي يهمني في حرف الجر انه يكون قبل ضمير الوصل بعده مش فرق معايا فيش يبه جملة ولا لا اللي هي الجملة الاعتراضية عفصت دول وقلتهم زي ما انا بقولهم بالزبط اهلا بيك معانا في العالم بتاعنا اللي حنفرم فيه ان شاء الله ضمائر وصل مستر محمد ممكن تقول لي حضرتك عايز ايه مني بالزبط في الوقت ده هقول لك يا سيدي في الوقت ده عايزك تسمعلي الصفحة دي تقول لي يا مستر محمد تلع ورقتك وقلمك وتقول لي يا مستر محمد ان اي جملة موصولة وانا بحلها هيبقى في دماغي اربع اسرار ان انا حدد ده عاقل ولا غير عاقل وبعدين هو فاعل ولا مفعول واشوف حرف الجر هو موجود ولا لا ولو موجود اللي يهمني انه يكون قبل ضمير الوصل ولا لا طيب خليك بقى كاتب الاربع حاجات دولت عشان افرمهم لك واحدة واحدة عايز اعرفك يعني ايه فعل او مفعول عايز اعرفك حرف الجر بقى موجود فين يهمني وانت ما يهمنيش عايز افهمك بعد كده هو يعني ايه شبه جملة اصلا وازاي انت كطالب تقدر تطلعها لي من افاية كده من الجملة بمطالب بساطة ده اللي هنعمله ان شاء الله في الجزء اللي جاي طلع معايا بقى حبيب الغالي ابن الغالي بنت الغالية ورق او قلم تانية او لو انت بتكتب في سكتش اه خط كده ونقطة ومن اول السطر هنبدأ بقى نرجع ناخد الاجزاء اللي احنا قلناها عن طريق السر بتاعنا واحدة واحدة عندنا الهو مسلا مش احنا اخدنا تسع ضمائر وصل قالك الهو ده يعتبر ايه انت بتعمل يا مستر محمد بوزع بقى الشغل بتاع الاربع حاجات اللي قلت لك عليهم ان الهو تستخدم عاقل يبقى غير عاقل لا ان الهو بتستخدم مع العاقل ده سواء كان فاعل او مفعول وهناعرف ده من الجملة التانية وهوريك الكلام ده بس اسبر يعني لو كان العاقل ده فاعل او مفعول الهو ده يسمعانا الهو لا يأتي قبلها حرف جر وفي نقطة رابعة تستخدم في شبه الجملة تستخدم في شبه الجملة يبقى انت كده عرفت انا بعمل ايه انا بوزع شغلي دلوقت يا شباب الاربع حاجات على كل دمير وصل يعني الهو ده شغال مع العاقل وشغال مع العاقل ده لما يكون فاعل او مفعول بس ما بيجيش قبله حرف جر وبتستخدم في شبه الجملة دي الجزئية الرابعة اللي هي ايه شبه الجملة لحد الوقت ما قلت لكش بس الهو بتستخدم في شبه الجملة يبقى انت كده عرفت السره وبدأت تفهم ان اصدي ايه يعني لو جيت فتحت مثال زي ده كده مثلا قلت دمان طب ما اكده كده مستر محمد انا كاتب وراك الهو عاقل والهو معاقل يبقى الاتنين ينفعوا في الجزئية بتاع الزمان لان الراجل ده عاقل ما عشان كده قلت لك هندخل على السر التاني هو فاعل ولا مفعول ده هتعرفوا من الجملة التانية على طول شوف انا ماشي طبيعي قال لك انا يعيش يعني يعيش بالقرب مني يبقى هو اللي بيعيش يبقى هو فاعل يبقى ده معناه ان هنا عندي اه درجة او نقطة تكسب هو عن هوم ليه؟ لان الهوم كمان شوية هتاخذها بتستخدم مع العاقل لما يكون مفعول فقط سوان يبقى مستر محمد سوان الله يرضى عنك اكتب وراك الهوم عاقل بس مفعول فقط اللي هو بيعمل ازاي بقى هوريك طب والفاعل اهو مش ده عاقل زمان امشي بقى طبيعي هنروح فين بقى هتحرك قال لك يعيش جنبي يبقى هو يعيش يبقى هو فاعل مش مفعول الهوم بتستخدم مع العاقل فاعل ومفعول زي انا مسلا اقول انا شغال عنده يبقى انا الفاعل وهو المفعول ساعتها بس هنستخدم هو وهوم لتنين يا شباب ركز معي لان انا قلت لك ان الهوم بتستخدم مع مين مع العاقل اهو طب ما الهوم عاقل برضك ايه اللي مكنش يستخدمها ان الجملة التانية بتقول لك يعيش جنبي يبقى ده معناه ان هو فاعل والهوم انت كتبته وراية تستخدم مع العاقل مفعول فقط يبقى نستخدم يا شباب هو يلا ناخد كمان مسار يأكد بسم الله الرحمن الرحيم علي ده عاقل يبقى شغال معي اللي اتنين اكمل انت كتبت ملحوظة بالله عليك كتبت ايه قولي كده سمعلي كتبت يا مستر ان الهوم عاقل بس مفعول فقط بس هيل وقوي اكتر من كده مش عايز منك ان انت تبقى عارف ان الهوم عاقل بس مفعول فقط قالك في الجملة التانية ندخل بقى يبقى اللي اتنين معايا طلع الاول يبقى ده معناه الرجل اللي فوق ده بيقول ايه علي ده شخص يعني عاقل يبقى اللي اتنين ينفعوا وكمان هو الفاعل لانه هو اللي طلع الاول فالهوم مش هتنفع لانه تستخدم مع المفعول فقط مثال تالت علي نفس الفكرة علي عاقل فالتنين معايا لانه هو عاقل والهوم عاقل وكمان هو الفاعل عارفنا ازاي لانه هو الذي قام بالفعل هو اللي اتل قالك كيلد مونة اتلها يبقى هو فاعل وكمان عاقل الهو تستخدم مع العاقل فاعل او مفعول والهوم انت لسه كاتب مفعول فقط هنا علي اتل مونة هو اللي فاعل هو الفاعل هو الذي قام بالفعل فالهوم غلط لانها تستخدم مع العاقل مفعول فقط يسأل كمان ان اتعلم منه فكرة جديدة ألمك معاك بالله عليك وركز معي بسم الله الرحمن الرحيم زمان ده عاقل يبقى كويس جدا هنستخدم الاتنين قالك انت من شوية يا مستر محمد كاتب ولسه قدامك هول كلام واضح ان الهو تستخدم مع العاقل وفعله مفعول دي فرمناها بس لا يأتي قبلها حرف جر يبقى ده معناه ان انا عندي حرف جره يا مستر هو ده الكلام لوالفور قالك الهو مع الرجل تنفع لان الرجل ده عاقل بس قالك ان الهو لا يأتي قبلها حرف جر يبقى ده معناه مبدئيا كده ان الهو غلط وان احنا ادنالك هدية جديدة على الهوم اللي هي عاقل وبعدين انت كاتب مفعول فقط تلاتة الهوم يأتي قبلها حرف جر ولذلك الرجل ده بيقولك ان الرجل ده عاقل وهو المفعول فطالما مفعول لاني بولك اي وورك فور هم انا شغال عنده يبقى ده اصل الجملة اللي هو ايه يا ولاد اي وورك فور هم شفت ما كانوا ايه الرجل هم هو مفعول بعد الفعل فالمفروض قدرتك الهو تنفع لان هي تستخدم مع العاقل فعل ومفعول والهوم تنفع لان انا كاتب ان الهوم تستخدم مع العاقل مفعول يبقى التركاف ايه بقى في خطوة التالتة من الاربعة ان عندك حرف جر ولا لا عندي حرف جر في مكانه قبل النقط وده اللي يهمني ان الهو لا يأتي قبلها حرف جر طب لو حرف الجر ده فور موجود في الاخر الهو تنفع والهوم تنفع فلو حرف الجر موجود في مكانه الطبيعي يعني لو شلت الهobs وكانت ترجمنا ايورك فور هنا تنفع قول هو ايورك فور وينفع قول هوم ايورك فور ليه لاني عندك الرجل عاقل ومفعول تمام والهو تستخدم مع العاقل فعل ومفعول والهوم تستخدم مع العاقل مفعول بس وحرف الجر هنا في المكان اللي ما بيهمنيش اللي هو بعد النقط يبقى اللي يهمني اني حرف الجر الموجود يكون موجود قبل ضمير الوصل وبناء عليه لان عندي هنا هو الهو لا يأتي بصر رجل فوق بيقولك ايه لا يأتي قبلها حرف جر ولكن يأتي قبل هوم يبقى الاجابة الصحيحة هتبقى هوم طبعا حضرتك زمانك بتقول لي سوانا يا مستر محمد وقف في الفيديو هتعمل ايه هكتب يا مستر ان الهوم كده انا كنت جاتب جنب الهوم ان هي عاقل ومفعول بس انا كده اتعلمت حاجة ثالثة ان الهوم عاقل التانية مفعول فقط ما تجيش فاعل ثلاثة يأتي قبلها حرف جر وعلى فكرة بعدها عادي ان المشكلة عندنا في حرف الجر اللي هو يكون قبلها عشان كده ان الهوم عاقل بس ما يجيش قبلها حرف جر والهوم عاقل يجي عادي قبلها حرف جر ولذلك انا نستخدم مين يا شباب هوم ناخد مثال كمان بيقول انا عايز اعمل لك صدمة عصفية انت دلوقتي معتقد ان انا اختار اجابة واحدة صح هتكتشف ان انا قلت لك هبا دل اتنين صح انا بحرق ليه بحرق اه اه بنزين قليل او بوفر لك وقت ازاي طبعا انا هنا بضحك وبقول لك ما تخافش مش هيجيب لك في الامتحالين الاتنين مع بعض ولا وجم هيجيب لك اختيار كده وقول لك ايه اند بي ايه اللي حصل ان المونة عاقل معاك مستر عشان كده قلت لك ايه امشي في الخطوات دي واحدة واحدة انت امشي على الارباع واحدة واحدة عاقل فاعل عاقل وغير عاقل عاقل فاعل ولا مفعول قال لك علي كيلد يعني علي كيلد مونة يبقى مونة مفعول طب سواني يا مستر طب ما هي هو تستخدم مع العاقل فاعل ومفعول فهتنفع اه طب علي قتل مونة يبقى مونة مفعول ما هي لهو مفعول يبقى هتنفع اه ومعنديش حرف جر يمنع هو بالزبط يبقى الاتنين صح ايوة وكده علمتك عن ايه مفعول انا ما يهمنيش عاليا لان الضمير اللي وصلة هيكون عايد على مين على مونة يلزمني زي ما قلتلك مبدأ الالتصاق قبل وبعد اللي اتنين مونة اللي هو عايدة على مونة ومونة في الجملة التانية اتقتلت يبقى هي مفعول يبقى لهو تنفع لانها تستخدم مع العاقل فاعل ومفعول ولهوم تنفع لانها تستخدم مع العاقل مفعول وهنا مونة مفعول فهين في عهو وهوم ومفيش حاجة تمنعه كحرف جر ما عنديش فالاتنين يبقوا صحة يا شباب ايه اللي ببقى الصفحة بتاعتك ويلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم ناخد فكرة جديدة ولكن الفكرة الجديدة حضرتك فرمطة معايا وهي ان الهوم عاقل مفعول فقط يأتي قبلها حرف جر وبالنسبة لشبر جملة بتستخدم عادي اللي هي ايه شبر جملة لسه مقلتلكش هقول لك في الوقت المناسب يبقى اللي اربع عصرر بتوعنا فاكرهم ايوا ان الهوم عمين مع العاقل فاعل ولا مفعول لا مفعول بس حرف الجر بيجي قبلها واللي بعدها ده مش فرق معايا وشيب الجملة بتستخدم عادي فاما نيجي نقول مثلا ابن عمي اللي قابلناه في اجتماع العيلة مهندس طب سواني ما هو ده عاقل اللي هو شغالة والله مشغالة احنا قابلناه ويمتهم فالمفروض احنا اللي قابلناه يبقى هو ايه الهم دي يبقى هو مفعول سواني يا مستر ما لو هو تنفع اوه بالزبط واللهو ما تنفع ايوه بالزبط مش تخافش مش هيجبون لك الاتنين مع بعض عشان كده قلتلك ده كازم ده شخص عاقل مصفوقي ومعروض ومفعول وعرفنا ازاي احنا اللي قابلناه همه ويمتهم يعني ينفع استخدامه ويمفع استخدامهم ولذلك برضك الاتنين صح فهمتوا يا شباب ففي حتة المفعول الاتنين متساويين طالما ما عنديش حرف جر قبل النقط يمنع هو الاتنين مش هيجو مع بعض او لو جم هيجيلك في الاختيارات رقم دي مسلا من الاتنين ينفعوا تقود مثال بقى يفرم لك الدنيا دي كوقول لها عاقل عمر عايز يشتغل عنده هنا اللي هو عاقل والهم عاقل الراجل بقول لك هو ده شخص عاقل والمفعول عرفنا ازاي الجملة التنة بتقول لك عمر عمر عايز يشتغل عنده فجاء بعد الايه بعد الفعلك اهم قال لك طب ما بالنسبة لهو تنفع عاقل فعل ومفعول والهم تنفع بس هنا فيه سر ان عندك الجزئية التالتة عندك في الاسرار والخباية حرف الجر موجود في المكان اللي لزمنا موجود قبل النقاط وحنا قلنا فوق على الهو ان هي لا يأتي قبلها حرف الجر بعدها عادي يا جدعان يبقى الهو لا يأتي قبلها حرف الجر ولذلك الهو غلط والهم غلط لان الجزئية بتاعت حرف الجر الهو مايجيش قبلها حرف الجر الهو بيجي قبلها حرف الجر مايمنيش حرف الجر لو موجود في مكانه الطبيعي بعد النقاط ده مش فارق معايا يا جماعة بساعة كنت اختار هو هوم عادي لان اللي بيمنع هو ان يجي قبلها حرف جر ممنوع يبقى نستغرم هوم ليه لان الهو لا يأتي قبلها حرف جر انتقل بعد كده على سر جديد من اسررنا وبنفس السحر اللي بنعمله او التركية اللي بنعملها عاقل ولا غير عاقل فاعل ولا مفعول في حرف جر ولا لا ولسه الشيب الجملة لحد الوقت ما شرحناش جال اوانه هانة اوي داخلين عليها الرابط اللي بعد كده او الريلاتف بروناون اسمه ذات بيستخدم مع العاقل او غير العاقل شغال بيستخدم مع الفاعل والمفعول عادي جدا يبقى كده زي هو بالزبط او لان الهو مفعول فقط لا يأتي قبلها حرف جر سبحان الله يبقى موضوع حرف الجر والمفعول فقط كان مع هوم بس فتكر بقى معي الحتة دا عشان تسبت الحفظ الهوم في الجزئية التانية كانت مفعول فقط اي عاقل تاني كانت فاعل ومفعول يعني الهو فاعل ومفعول والذات فاعل ومفعول الهوم هي المفعول فقط ولكن في حتة حرف الجر هي اللي بتاخدها يعني ربنا اخد من هنا وعطاه من هنا الهوم بيجي قبلها حرف جر الذات والهو ما يجيش قبلهم حرف جر التركال الأخيرة لا تستخدم في شبه الجملة لسه ما وضحناش يعني ايه شبه جملة اخد الأول مثالين اتنين على ذات ازاي بتستخدم مع العقل وغير العقل قالك علي شخصه يبدأ عقل اللي طلع الأول في الامتحان وينفع بردك هو ايه ينفع انا بتكلمك بس ان ازاي بستخدم ذات مع العقل وهم هنا ما تنفعش بق لان هو طلع الأول هو الفاعل اللي هوم ما تنفعش انه مفعول بس هنا كان ينفع هو بردك الجملة التانية بتقول وطلب مني اسم البرفان اللي انا بستخدمه يبقى الزات دي عيد على مين عيد على البرفيم وده يعتبر غير عاقل ولا هو تنفع ولا الهوم تنفع ساعتها لان الذات لا تنفع لانها بتستخدم مع العاقل وغير العاقل والبرفيم غير عاقل ننتقل بعد كده شباب على السؤال المهم اللي احنا انتظرناه طويلا ايه هي يا مستر محمد شبه الجملة اولا شبه الجملة التلميذ العزيز هي الجملة الاعتراضية التي توجد بين فاصلتين ويمكن الاستغناء عنها ويستقيم المعنى رغم ذلك تعال موريك شبه الجملة بشكل عملي هنا بيقولك هنستخدم ذات ولا هو لو جيت لحظت هتجد ان بعد المان وبعد او قبل از لو انت حطيت عليها كده دايرة ولغتها من الوجود وكملت او وصلت دي بدي قولت الرجل يكون عالم الدنيا حلوة لا الدنيا جميلة اذا شبه الجملة لازم تيجي بالشكل ده مستر محمد نعم اصدق دايما دايما شبه الجملة هعرف عن طريق الفاصلتين بالزبط لازم يجب لك التقيم ده او البنكشويشن ده بالزبط لازم تعرف ان شبه الجملة هي الجملة التي تقعد بين اتنين كوماز او بين فاصلتين ايش شاهد بها ان انا قلت لك هناك على طول نشيل ذات قبل ما يتخانق ونقول الحق ده الذات بتساوي لهو على طول انا شلت مين مباشرة ذات لان الذات لا تستخدم في شبه الجملة يبقى كده الامور لحمت مع بعضها ايه او الدنيا وصلت ببعض ان شبه الجملة حاجة خفيفة جدا جملة اعتراضية المعنى بيستقيم من غيرها مميزة دايما انه بتيجي بين فاصلتين اول ما يجيلك جملة فيها شبه جملة على طول تشيل من الاختيارات ذات لان موجودة شبه الجملة عشان تشيل ذات بس الهو والهوم عادي جدا مفيش مشكلة فهمتوا تركيه يا ولاد فقبل ما تقول لي ده ان الرجل ده عاقل قال لهو تنفع والذات تنفع وانه هو شاطر فهو فاعل قال لهو تنفع والذات تنفع يبقى هنا وما فيش حروف جر ايوة شفت التلاتة اهو فاضل لك واحدة اللي يعني شبه الجملة شبه الجملة بتيجي عشان تحزف ذات عشان كده هنختار مين هو يا ولاد يبقى هنا بورك الرجل اللي هو بيشرق لك زمان فاعل ينفع نستخدم كل منه ذات ولكن ده شبه جملة يعني مش هينفع نستخدم مين ذات فعنطير ذات يا ولاد لان ذات لا تستخدم في شبه جملة يبقى كمان مرة شبه جملة هي اللي بتبقى بين فصلتين لازم تيجي لازم والجملة ديت لو جربت المعنى من غيرها يستقيم والجملة دي بتمنع ذات وذات بس يبقى اول ما نشوف شبه جملة نغط مثال كمان على ذات بيقول احمد deception احمد لابس الجزمة او الحزاء That's he bought yesterday اللي هو اشتراهم بيره يبقى ايه اللي دي عايته على الجزمة والجزمة دي غير عاقل فبالهو تستخدم مع العاقل فقط يبقى نستخدم الذات لانها تستخدم مع العاقل وغير العاقل يبقى لازمت ذات يا شبب ليه الجزمة التي يبقى الجزمة دي غير عاقل والذات تستخدم مع العاقل وغير العاقل توضيع. عند المسال اللي جاي ده مهم جدا. تعال اما نمشي واحدة واحدة كده اشوف الراجل اللي في ايه. بيقول ان ذات لا تنفع او ما تنفعش. عشان دي شبه جملة. اهي. يبقى فيه اتنين فاصلة. يبقى طيارنا مين الذات. على طول كده قبل ما نتخانق. وقبل ما تقول يا مستر الحق ده جاب التاتة مع بعض هعمل ايه وخلي ايه واسوي ايه والتاتة عاقل. هروح فين وجب نينا مستر. على طول اهو طيارنا الذات لان الذات لا تستخدم في شبه الجملة. اللي هي ما بين. ما بين الفاصتين. طب وبعدين. لو جت بصيت هتجد في الجملة التانية. اللي هي جملة هو الفاعل. الرجل يكون نظيف. ازا الهوم مش هتنفع. لان الهوم تستخدم مع العاقل ايوة لما يكون مفعول فقط. فالاجابة ستكون مو بس يا ولاد. ليه? شب الجملة طيار الذات. والمفعول الجملة هنا فاعل. لان الرجل يكون نظيف. فالجملة هنا مش مفعول. فكرة ان هي مش مفعول هتطير هوم فتبقى هو يا ولاد. مثال اجمل واجمل 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 واجمل. جاب لك التلاتة مع بعض. زمان عاقل والتلاتة عاقل. قال لك بس فيها حرف جر. حرف الجر ده على طول. احنا قلنا ان حرف الجر ده بتعملين انت كاتب. ان الهوم عاقل. مفعول فقط بييجي قبلها حرف جر. يبقى ده معناه ان الهوم هي الحصان الربحان المراد. ليه? لان قلت لك هي الوحيدة اللي ينفع ييجي قبلها حرف جر. هو ذات ما يجيش قبلهم حرف جر. فالاتنين ده الغلط. ولذلك تعالى ما نقرأ التفاصيل. الهوم هي فقط من يأتي قبلها حرف جر. الهو الذات لا يأتي قبلهم حرف جر. ولكن يأتي بعدهم عادي. فهنستخدم مين يا شباب? هنطير هو ذات عشان ما فيش حرف جر. حرف جر ما يجيش قبلهم. ما يجيش قبلهم بعدهم عادي. هنا الهوم هي الوحيدة التي يأتي قبلها حرف جر. طب وبالنسبة الحرف جر لو جاء بعدهم التلاتة كانوا ينفعهم. يعني لو قال لك كانت تنفع هوم وذات. ما كانتش ينفع يجيبهم مع بعض. يبقى التركاية ان حرف جر يجيب لك قبل دامير الوصل. عشان يطير الهو والذات. لان الاتنين عاقل وكل حاجة بس ما يجيش قبلهم حرف جر. مستر محمد. نعم. ممكن توقف الفيديو سويا عشان اكتب ملحوظة مهمة. يلا بينا. هل تكتب ايه? هكتب ان الذات ربنا اعطاها حاجتين وخد منها حاجتين. ايه بقى هي? ان هي عاقل وغير عاقل. وفي الفاعل ومفعول. ان هي فاعل ومفعول. بس الجزء التالت والرابع ممنوعة منهم تماما. حرف الجر ما يجيش قبلها. لا تستخدم في الشيب الجملة. يبقى على قد ما ربنا اعطاها على قد ما اخد منها. هي فاعل ومفعول. عاقل وغير عاقل. فاضل بقى حطف جر وشيب الجملة? مش بتستخدم معهم خالص. يبقى ما تجيش في شيب الجملة وما يجيش قبلها حطف جر. وازالك هنا يا شباب هنستخدمهم. مساء اجمل واجمل واجمل بيقول. اترك اينا. قال لك ذات مش هتنفع عشان ديشيب الجملة. باي باي يا ذات. تمام? هنطيرها. قال لك الولد ساعدني. هيعتبر فاعل اوه. عرفنا ازاي? من الجملة التانية بولك وهو اللي بيساعدني. يبقى هو الذي يقوم بالفعل. والهوم انت لسه كاتب تستخدم مفعول فقط. فهنستخدم هنا هو وهنطير هوم. طب ليه طير تست? عشان شيب الجملة. فهمتوا ترك يا اولاد? يبقى انا دلوقتي وصلت لك فكرة ان انا بحل بالاربع اسرار. ان انت بتحدده عاقل ولا غير عاقل. طب فاعل ولا مفعول? معرفوا من الجملة التانية. طب في حرف جر ولا لا. يهمني ان يكون حرف جر ده قبل النوع. طب في جملة اعطا دي او شي بجملة ولا لا. عرفة كويس اوي ام اتنين كما. اللي دايما بتطير ذات. مسال رائع كمان بيقول. هنا قال لك البنت عاقل وفي حرف جر هو. يبقى على طول الهوم هي فقط من هيأتي قبلها حرف جر. هي الوحيدة بيجي قبلها حرف جر. يبقى نشير الهوم وذات ونستخدم هوم. مثال كمان اجمل واجمل بيقول. التاسك اسمعناه بالعربي مهمات. والمهمات دي اعتبر غير عاقل. فعشان كده قلنا ان غير العاقل ما ينفعش ولا معهو ولا معهوم. لان هم عاقل بس. الزت اللي تنفع ليه? لانا تستخدم مع العاقل وغير العاقل. ننتقل بعد كده لمثال اخر يوضح معنا المؤلف روت ديس نوفل. بقيت واضحة بالنسباتك. المؤلف عاقل روت كتب. هو اللي كتب. يبقى فاعل. فهنطاير كده الهوم. وفيه شي بجملة ايه? كما وكما. يبقى انطاير ذات. يبقى نختار هو. فهمتوا الترك يا ولاد? ان هم عاقل خلاص اللي بعده. فاعل ولما فعول قالك روت ديس نوفل هو اللي كتب. يبقى فاعل. هنطاير هوم. وفيه شي بجملة هنطاير ذات. وبنان عليه الرجل بيقول لك دي اوثر هو العاقل بالتلاتة ينفعه. وهو فاعل. لانه هو الذي قام بالفعل. هو اللي كتب ده. معناه ان هم مستبعدة. لانها تأتي فقط مع المفعول. والذات كمان هتستبعد. لان دي شي بجملة. والذات لا تأتي مع شي بجملة اللي انا ما يستهى بالفصلتين او بالتو كمز. انتقل بعد كده الجميلة بتاعتنا. وهي تستخدم مع غير العاقل فقط. فاعل ومفعول عادي. شي بجملة. وحرف جر دايسة فيهم. يعني بيجي قبلها حرف جر وبتستخدم في الشي بجملة. بس حضرتك قلت ان هي غير عاقل. يبقى ده معناه ان ذات بتسويها. بالزبط. في جزئية معينة. بس في جزئيات تانية بتختلف عنها. هنوضح الكلام تلوقتي. اهم حاجة ان انت تعرف ان ويتش لما طبقت عليها السر بتاعنا الاربع اسرار ان هي عاقل وغير عاقل. لا الويتش غير عاقل. فاعل ومفعول. لا فعل ومفعول. بيجي قبلها حرف جر. بتستخدم في الشي بجملة عادي. بتستخدم في الشي بجملة. ركز بقى معي. انا لما قلت ذا موبل ويتش ايبا يستردي هز افيري جود كاميرا. التليفون ايه لي? غير عاقل. طيب دلوقتي انا حاسس ان هيجي لك صدوع. فانا بقولك يا طالب طب يا مستر ايه الفرق بينه وبين ذات? محضرتك قلت ان الذات تستخدم مع العاقل وغير العاقل. بالزبط كده. الفر زي ما قلت لك بص فوقي قال لك تختلف عن ذات في حاجتين. ان بيجي قبلها حرف جر زات ما يجيش قبلها حرف جر. ان هي بتستخدم في الشي بجملة زات ما بتستخدمش في الشي بجملة. للملف التالت والرابع. كم ام مرة. يبقى تختلف عن ذات في حاجتين. انا فوق اهو بحكي لك وبشرح لك. بقول لك ان الذات بتختلف عن الويتش في حاجتين ان الذات مايجيش قبلها حرف جر الويتش يأتي قبلها حرف جر ان الويتش بي ممكن تستخدم في شبه جملة الذات لا تستخدم في شبه جملة وتعالوا مع بعض انطبق مش دي ذكاة قطة يعني غير عاقل لو كان فيه هو او هم باي باي لانهم عاقل بس طب ما الويتش تنفع مستر والذات تنفع لان الاتنين بيستخدموا معه غير العاقل قالك بس عندك شبه جملة يا زكي اللي هي ام اتنين كما اللي هي مباشرة بالطاير ذات زي ما قلت لك قبل كده فعلى طول زي ما انا عشرح لك فوق بقول لك الذكات غير عاقل يعني هينفع نستخدم ويتش وذات ولكن ذات لا تستخدم في شبه جملة يبقى باي باي يا ذات مثال كمان يوضح اجمل يقول لك اي سو اموفي موفي عن الفيلم اين دوتس او جوز او جوز او الرجل الشرير راح السجن طب ما هو الموفي ده شيء يبقى اختار ذات ويتش بس هنا فيه ان حرف جر قبل النقط احنا قلنا ان الذات لا يأتي قبل قبلها حرف جر بعدها عادي يعني لو ان دي كانت موجودة في الجملة التانية كنت اقول اي سو اموفي ذات او ويتش الاتنين كانوا ينفعوه اما لطالما حرف الجر موجود قبل النقط يبقى هنطاير مين ذات فوق بشرق لك بقول لك ان الذات لا تأتي بعد حروف الجر يعني هي كذات ما تجيش بعد حرف جر يعني ايه يعني ما يجيش قبلها حرف جر ولكن ويتش عادي بتستخدم قبلها حرف جر عادي مفيش مشكلة يبقى هنطاير مين ذات وهنستخدم ويتش ورقتك وقلمك الجمال وننتقل بعد كده لفكرة وتركاية مهمة جدا وسر جديد من اسرارنا المهمة جدا يا شباب السر ده ان انت لو عندك قبلتك في جملة مكان زي هاوس او فيليج قرية شركة ده يعتبر في الجملة الاولى بالنسبة لي مكان زي مثلا عندي جملة بتقول ده البيت يبقى ده بالنسبة لي مكان في الجملة الكام الاولى لو انتقلنا للجملة التانية حنحكم عليه ان هو شيء مش مكان اذا ذكر المكان فقط بالحديث عنه او وصفه بدون ذكر من يستخدمه او يسكنه يعني اندي حطيت النقطة ها يكون جميل يبقى انا كده بتكلم ان ده مكان في فهمت فكرة ان انا بقولينا مكان في الجملة الاولى عشان او ما تقوليش ان انا كده خلصت لسه عندك جملة تانية هتحدد لي منها ان هو شيء ولا مكان قالك طب ما هو انا في الجملة التانية وصفته اتكلمت عنه هو ما استخدمتوش او ما ذكرتش اسم اللي ساكن فيه يبقى انا كده بوصف المكان فكده انا بتكلم عنه كشيء فانا استخدم معاه which او ذات بتاعت غير العاقل زي المثال اللي انا بكتبه او هذه تكون المدينة التي تكون جميلة طيب اذا كان في الجملة التانية مكان ليه بقى يكون في الجملة التانية مكان قالك اذا ذكر المكان مع من يسكنه او يعمل فيه او يستخدمه مثلا نقول this is the house بس مولش اس بيوتفول بقى اقول علي لفز علي يعيش فيه يبقى هنا انا ذكرت المكان مع من يسكنه او يعمل فيه وهنا يعتبر البيت بالنسبة لعلي المكان اللي عايش فيه ولذلك ساعتها هنستخدم وير بس بشرط بدون حروف جر والمرة دي قبل او بعد يعني وير ما بيجيش هبلها حرف جر ولا بعدها لان حرف الجر فكرته في ايه انه هو بدل المكان يقولك علي يعيش في داخل البيت او في البيت فحرف الجر بيبقى موجودة عشان يدل على المكان طب ما هي وير موجودة مش محتاجة بقى فدايما انت تستخدم وير للدلالة على المكان اذا كان المكان مكان في الجملة الاولى لانه هو كده كده بيت بس في الجملة التانية ذكرته لوحده ولا ذكرته مع اللي ساكن فيه لا ذكرته لوحده يبقى شيء ذكرته مع اللي ساكن فيه اللي بيشتغل فيه يبقى ده مكان ساعتها بقى مع الشيء بنستخدم ويتش او ذات اكنه غير عاقل مع المكان لما اسكره مع المان يسكنه او مع من يعمل فيه فبختار وير بس بشرط بدون حروف جر زي هذه المدينة حيث انا يعيش او وشوف برضك الترجمة مختلفة انا بقولت هنا دي المدينة التي تكون جميلة ما ينفعش اقول حيث وتكون جميل يبقى دايما مع غير عاقل بقول اللتي اما انا مع المكان this is the town where I live حيث انا يعيش خدت بالكم شباب يبقى التركاكم لها مش عما تلاقي مسلا هاوس تقول where company where whom where لازم تبص على الجملة الكام التانية لان الجملة التانية بيظهر لك حاجة من اتنين يا شيء يا مكان يا شيء يا مكان لو شيء بتكون بتتكلم عن المكان نفسه او بتوصفه بدون ذكر اللي ساكن او بيشتغل فيه لو مكان في الجملة التانية بيكون لما بذكر المكان مع من يستخدمه او مع من يسكنه او مع من يعمل به ننتقل بعد كده للتوضيح عن طريق الامثلة لما يقول لك هنا this is the village ده اللي انا علمته لك ان انت متقولش وير على طول ليه؟ لان ده يعتبر مكان في الجملة الاولى محتاج ايه بقى في الجملة التانية؟ اه احدد ان هو شيء لو بتكلم عنه بس ولا مكان لو بتكلم عن حد ساكن فيه قالك is far تكون بعيدة يبقى ان انا بتكلم عنها كشيء ما ذكرتش حد ساكن فيها او بيشتغل فيها او نايم فيها وصلت يبقى هنا هنستخدم which بتاعت غير العقل هنا فيه توضيح الجملة التانية بتوصف شيء وليس مكان وانذلك نستخدم which وليس where اصل الجملة ايه يا ولاد it's far انها تكون بعيدة والit بس اهي اعتبر بالنسبة لو which فهنختار which يا جماعة مش هينفع معايا where ليه؟ حتى لما رجعت الجملة الاصلالية باللون الاحمر it is far انها تكون بعيدة يبقى انا بتكلم عنها هي فانستخدم which يا شباب مثال تاني يوضح this is the village دي القرية يبقى ده مكان في الجملة الاولى هنا في الجملة التانية عايزين نحدد ايه يا شيء ولا مكان قالك ده انت قلت انا بعيش فيها يبقى انت ذكرتها مع الشخص اللي عايش فيها يبقى هي مكان طيب طالما مكان يبقى نستخدم مين where شوف اصل الجملة ايه يا ولاد i live in it هناك بتاعت غير العاقل ات سفار ات بس همانية بيقول i live in it شفت بقى لما حزفت ما حزفتش ات بس حزفت ان اللي هي اصلا انا يعيش اه قرية ولا انا يعيش في القرية يبقى هو ده اللي محزوف اصلا هو ده اللي كان موجود اصلا ان انا بعيش فيها طب لما استخدمت اتفقنا ان هي هتعود عن ان فعشان كده انا بحصف ات وان لاتنين مع بعض ال it بس بتتشال وتحط which ولذلك اقدر اقول ان في الجملة ديت هستخدم where وممكن استخدم in which لو ما حزفش ايه يا ولاد ال in وخلها موجودة هشير ال it واستخدم مكانها which يبقى ال in which دي بتسوي where يبقى ممكن ما اقول this is the village where i live او this is the village which مكان ال it واسيبي ال in which i live in التي اعيش فيها او in which i live اللي فيها انا بعيش ركز معايا من التركاءة دي اصل الجملة مهم جدا من نسبالي ان انت عندك في الجملة التانية بتحدد لي ان هي شيء ولا مكان شيء دايما بتكون بتتكلم عن الشيء نفسه وبيكون المحزوف it بس المكان بتكلم عن المكان واللي بيشتغل فيه او بيسكنه وبيكون المحزوف حرف جره مع ايه مع it يعني in it وساعتها بتستخدم where بدون حرف جر او which مع حرف جر بيساوي where تمام يا شباب تعالى مناخد امثال اخرى للتوضيح مش دي الشركة اللي هي تمام يبقى ده ما كان في الجملة الاولى قالك في الجملة التانية انا بعمل فيه ولذلك المفروض المفروض يبقى مكان اللي قالك انا بشتغل في الشركة لابن ما ذكرتش الشركة بس ذكرت الشركة مع الشخص اللي بيشتغل فيها يبقى ده مكان والمفروض المكان بستخدم مين where ولا يساويتش لبقى نستخدم where يا ولاد اننا قلت لك شرطها ما يجيش معها حروف جر خالص ولذلك ايه اللي اتحذف اتحذف اه اتحذف انا بعمل لديها انا بعمل لها ده الشركة ما حذفت عشان استخدم حذفت مثال اجمل واجمل يوضح دي الشركة تصدر القطن لأمين الشركة شوف كده معايا هزي الجملة الثانية بتوصف شيء وليس مكان ليه لان انا بتكلم عنها بس حتى المحزوف انها تصدر القطن هي تصدر القطن حتى ما عنديش حاجة تستدعي وجود حرف جر يبقى اللي ات دي بس دليل ان انا بتكلم عنها هي مش بتكلم عنها كمكان وما ذكرتش اصلا في الجملة التانية مين اللي شغال فيها دي انا بتكلم عنها هي كوصف او كشيء يعني بنستخدم وليس وير هنتقل بعد كده لمسال كمان جميل يقولك قالك الجملة التانية بتوصف مكان ليه بيقولك انا عايش فيه ولذلك بنستخدم وير ولاحظ لما استخدمت وير في الجملة هنا من اللي طار معاك طار في ان وطار ات يعني تلقيت مع حرف الجر لان انا بستخدم وير بدون حرف جر قبلها ولا بعدها مسال كمان بيقولك لو جيت رجعت المحزوف هتجد ان بقولك اي بيلت ات اخد مسال اجمل واجمل يوضح لنا بيقولك ده البيت طبعا لو مكان يعتبر في الجملة الاولى مكان واحد قالك اي بيلت اي اصل الجملة او اي بيلت ات انا بنتها او انا بنيته انت بتتكلم هنا عن البيت كبيت ان انت بنيته مش عايش فيه انت هنا ما استخدمتوش كمكان ولذلك يا شباب برضك اللي موجود كان كا لما رجعنا الحاجات المحزوفة ات بس من غير ان ما يفعش اقول اي بيلت ات انا بي اي بيلت ات يعني هو شيء بل ات دايما انا ما بتتشارب تحط مكانها ويتش عشان كده هنستخدم مش هينفع نستخدم ده البيت اللي انا بنيته المثال ده جميل جدا بيقولك في النصية طب تعالة ما تشوف التوضيح الجملة طبعا التانية بيقولك بشتري حاجاتي منه يا حرف جره هو موجود وكان محزوف اتحزف يعني جينا اشتعلنا الجملة يبقى ده معناه ان انت ما تشيل فروم ات انت بتشتري منه يبقى من اين تشتري من السوبر ماركت يبقى ده بالنسبة لي اعتبر مكان فهختار يا ولاد اختار لو قلتلك اين تشتري اشياءك من يبقى ده مكان مية في المية يا شباب وشيلت طبعا ننتقل بعد كده الجزئية مهمة جدا وهي بتقول بتاعت المكان ممكن ما استخدم مكانها او ازاي قال لك الراجل اللي فوق ده بيقول زائد حرف جر يدل على المكان بس مش شرط ان ده بيعتمد على الجملة دي الشركة اللي انا شغال فيها لو جانا طبقنا فكرة المكان واحد والمكان اتنين هتجد ان انت في الجملة التانية عايز تعرف هو الشيء ولا مكان قال لك ما هو انا شغال فيها يبدو اعتبر بالنسبة لي مكان ليه الجملة التانية دلت على مكان ولكن مفيش في الاختيارات where مفيش هنا where مفيش هنا where بس انا محتاج where عشان ده مكان قال لك بس فيه ملحوظة بتقول ان الwhere ممكن تساوي الويتش مع حرف الجر اللي بيعد على المكان مفيه حرف الجر هنا مين اي وورك فور ات يبقى هنطير الات بس عشان استخدم مكان الويتش الطبيعي وهيبقى الفور موجودة يبقى تبقى فور ويتش يبقى this is a company فور ويتش اي وورك اللي انا شغال فيها ممكن حد يقول ليه مستر محمد ليه مش ان اقول له اولا لان الكلمة يعمل لدى شركة اسمها وورك فور اكمبني اما انا وورك ان يعمل فيه مجال زي التدريس او الطب وهكذا فخلي بالك من حروف الجر لازم تكون متنسقة مع اللي موجود في الجملة ويعمل لدى وورك فور ولذلك فور هو اللي موجود لو سبته من غير محزفه الوير مش هتنفع لان الوير ما اجيش محروف جر بس لو شلت الات وحطت مع الفور هتبقى فور ويتش ده بيساوي بالنسبة لمين وير يا ولاد بس بدون اي حروف جر بحرف جر بستخدم يبقى الاتنين بيساوي بعض يا ولاد كما كان عشان ما حد يشقول له مستر انت مستخدم ويتش ازاي انا ما استخدمتش ويتش لان ويتش غير عاقل انا استخدمت والفور لها اصل في جملة الكام التاني تقوم بمسال كمان بيقول ده البيت نفس الكلام الجملة التانية بتوصف مكان تمام فالمفروض ان انا استخدم وير ما هو ما فيش اصل وير المحزوف اي ليف ان ات انا بعيش فيها ده مكان جدا فالمفروض قال له ليه ما استخدمتش وير قال لك عشان فيه ان يا ولاد حرف الجر ده قال ان مع الويتش بتساوي الوير يبقى ده مكان والله بس المكان عندي ليه طريقتين يقيم ما وير بس بدون حروف جر طالما في اني بطير وير ويتش مع امين ان بيساوي وير يبقى نختار ويتش اي ليف ان على ما نرجع اكتر واكتر ونأكد المعلومة ديت ان الوير كمكان بعد ان ما وصل في الجملة التانية مكان مش شيء ممكن ما استخدم يا وير يا ويتش مع حرف جر يعود على المكان السر يعني على ما ناخد التركين هنا انا وسعت شوية في الجزئية حرف الجر هنا بيقول لك يعني دي الشركة اللي انا شغال فيها طيب المفروض ان ده مكان يعني ما ينفعش نستخدم باي باي ويتش لاني انا شغال فيها طيب المفروض المفروض هنختار وير اصبعت المقارنة طب ما انت عندك حرفين جر عندك وعندك مش انا قلتلك حرف الجر ده بيعود على المكان هنرجع بقى نقول ان ان ويتش غلط لان اصل الجملة اصل الجملة ايه يا ولاد انا شغال فيها او او شغال لديها يبقى يعمل لها ده اسمها وورك فور مش وورك ان ات فلان حرف الجر اللي كان موجود اصلا فور فهتبقى فور ويتش ادل فور ايه وادل ات زي ما قلتلك هتبقى ويتش يبقى فور ويتش بتساوي ليه مش ان يا مستر محمد عشان حرف الجر اللي كان موجود في جملة تانية مع وورك هو فور مش ان مثال تاني هيوضح لك اكتر يعني ايه دي الخارية الجملة التانية بتقول علي يعيش فيها يبقى ده مكان عندي هنختار طبعا زي ما قلتلك انا معنديش وير فهعمل ايه بقى هختار ويتش مع حرف جر يعود على المكان هنرجع الجملة الاصلها هتكتشف ان الجملة الاصلها علي علي يعيش فيها فحرف الجر اللي كان موجود فهنختار مش فور ويتش المرة دي تمام يا ولاد مثال كمان بيقول يعني دي الشركة طب ما هو مستر محمد انا شغال فيها يعني مكان فعلا مكان يبقى المفروض وير قالك بس الوير بدون حروف جر هو هنا ما حسفش الجملة اصلاية خلى الفور ما حسفهاش يبقى لقيت هنحط مكان هوتش وخلاص هتبقى فور ويتش فهمت اولاد طيب هنا قالك يبقى انطير وير طب لو انا قلت تنفع طب ما هي الويتش بتساوي ذاتها مستر تنفع عدرتك الذات ما بيجيش قبلها حرف جر بعدها عادي فلان الويتش بتساوي الذات فهينا في الجملة ديت هيبقى الاجابة الصح بي اند سي ليه يا ولاد ليه المثال اللي فات بس انا حطيت حرف الجر قبل النقاط ليه اولا انا شغال في الشركة في الجملة التانية يبقى ده مكان فهنختار وير بس ايه الغلط ان ما هنجيش معايا حرف جر ولا قبلها ولا بعدها عرف الجر الموجودة ولا وفور وي عشان استخدم ذات اللي بتساويش قالك لا يأتي قبلها حرف جر الذات في الجملة اللي فاتت عادي عشان ما كانش فيه حاجة تمنح اما هنا الذات غلط جدا ليه لان الذات لا يأتي قبلها حرف جر عشان كده البي وي سي هتبطل فهنختار ويتش الشرحة بقى بيقول الجملة التانية بتوصف مكان انا بعمل فيه تمام يبقى كده المفروض وير ولكن حرف الجر هيطير وير المفروض ان انت هتستخدم مين ويتش زائد حرف جر يعود على المكان اما انت عندك ويتش وذات اللي اتنين متساويين قالك ما هو في الجملة دية الذات لا يأتي قبلها حرف جر الذات لا يأتي قبلها حرف جر فعشان كده نستخدم مين ويتش بس المرة يا ولاد عشان نرجع نقول لكم تاني ان اللي اتنين بيساوي لان الوير كمكان بتساوي مع حرف جر يعود على المكان لنفس الطريقة هناخد الزمن في الجملة الاولى وبعدين نرجع نبص على الجملة التانية وهو شيء لو بتكلم عن الزمن فقط انه هو جميل او رائع من غير ذكر الاحداث اللي توقعت فيه وساعتها نستخدم ويتش او ذات مثال يوضح ده اليوم ده زمنهم والجملة التانية بتقول لك كان مشمس يبقى اليوم اللي هو بالنسبة لي اعتبر زمن بس في الجملة التانية ما استخدمتوش كاحداث ما قلتش ان ايه اللي حصل في اليوم ده انا بتكلم ان اليوم ده كان مشمس فانت بتتكلم عن الزمن فقط بدون ما تذكر الاحداث التي حدست بداخلي او فيه ده مش زمن ده شيء عادي فبختار ساعتها يا ويتش يا ذات بتاعت غير العقل ده الجملة التانية ذكر الزمن مع الحدث التي وقع فيه اليوم الذي ولدته فيه الشهر الذي تم تلقيتي فيه ساعتها بعتبر ان الجملة كده زمان صرف فانستخدم وين بس بدون حرف جر او نستخدم ويتش مع حرف جر يعود على الزمن زي ما عملنا فين في وير هنا قالك ده اليوم اللي انا تولدت فيه يبقى وين عندما طيب ناخد تركاس هو يارا كده ده اليوم اللي كان في صحب يبقى انت بتتكلم هنا عن مين بتوصف وكمان المحزوف يبقى ده يعتبر بالنسبة لي مش بتكلم عن احداث حدثت داخل اليوم انا بوصف اليوم نفس ان هو مش مش فكده بتكلم عنه كشيء السؤال اللي بعد كده بيقول this was the day نقط طب لو جينا بصينا شوية كده لاصل الجملة أنا ترقيت هو ولا ترقيت فيه يبقى هنقول يبقى هنا التركاف ايه ان انت طالما عندك في الجملة التانية بتتكلم عن الزمن كزمن يبقى نستخدم وين بس ايه شرط وين مايجيش معه حرف جر يبقى هنستخدم وين يا شباب لان وين بتستخدم مع الزمن انا بوضحت في الجملة الولي ان هو اليوم فده زمن طب الجملة التانية انا اترقيت في اليوم ده انا هذكرت اليوم والاحداث اللي حصلت فيه فهنختار وين بس بدون حرف جر فهنختار مين وين يا شباب والويتش لا ولو تلاحظ فوق انا اترقيت فيه شايف اللي محزوف مش ايت بس لو ايت بس تشالت كنا نحط مكانها ويتش والون مع الويتش هتساوي وين نسعتها وده ناخده كمان شوي المثال ده بيقول بيجعل نسعيد طب ايه اصل الجملة اصل الجملة انه يجعل نسعيد يبني بتكلم عن اليوم كيوم بوصفه بالنسبالي ما ذكرتش احداث حدثت فيه فده بالنسبالي شيء فبختار ويتش انتقل بعد كده للفكرة اللي قلت لك عليها ان انت لو عندك وين ممكن ما استخدم معها او بدلها ويتش بس بشرط يكون مع ويتش حرف جر اللي انا ما حزفوش بقى عشان احنا كنا نرجع وين في المسال اللي فات قلنا ايه قلنا ان اون ات ده الاساس اللي كان موجود في اصل الجملة فما استخدمنا وين حزفنا الون مع الات طب لو عايز تستخدم ويتش هتعوض عن وين بمين بون يبقى تقول ويتش اي جاء بروموتد اون وانشير الات بس وساعية حرف الجر هيكون موجود مناسب طبا لليوم الايام بتاخد اون ما بتاخدش ان الشهور بتاخد ان السنين بتاخد ان بعد دي انا هضح حق كمان شوية يبقى طالما في اون يبقى كنت اختار ساعيتها ويتش اي جاء بروموتد اون طب ما فيش اون يبقى وين اي جاء بروموتد ولازم تشيل كده كده في حالتين المكرر ننتقل بعد كده شباب لي جزئية مهمة اللي انا قلتلك فيها انه وين بتساوي ويتش مع حرف جر مناسب احنا عندنا قاعدة او اغنية صغيرة كده بتقول ان اون ات شهور ايام ساعات ان اون ات شهور ايام ساعات ولذلك ان مع شهور والسنين ان مع الايام ات مع الساعات ده الشهر انا اتولدت فيه واضح ان هو ذكر الزمن وذكر الاحداث اللي حصلت فيه فده يعتبر بالنسبة للجملة الاولى زمن وبالنسبة للجملة التانية زمن يبقى مفروض نختار وين ما فيش وين يا جماعة في الاختيرات يبقى دي جملة تدل على الزمان وليس شيئا فمش هنستخدم ويتش لان انا اتولدت في اليوم ده فذكر الزمن والاحداث اللي حصلت فيه طب ما انت حضرتك قلت ان انا المفروض ان ده زمن يبقى نستخدم وين تمام قالك ما هو ما فيش وين في الاختيرات التلاتة بس المفروض وين يا مستر بالزبط لان انا اتولدت فيه فعلا المفروض وين بس ما فيش وين قالك طب ما انا قلت لك انه وين بتسوي ويتش مع حرف جر مناسب بس ان ده عندي اون وين وات طب ما تغني ان اون ات شهور ايام ساعات يبقى دايما مع الشهور ان مع الايام ان مع الساعات ات فاني سألك انت عندك هنا كلمة شهر الشهور بتاخد مين يبقى نختار ليه عشان تكون متناسقة مع الشهر طب لو يوم كنا نقول طب لو كنا نختار ومنعا عليه الاجابة صحيحة هتبقى لان هو مش فرح حروف جر لازم حرف جر يكون مناسب ليه الجملة بتاعتنا وهنا كلمة بتاخد ان يا ولاد ناخد مثال اجمل واجمل بيقول ده اليوم يبقى ده كده زمن هو في الجملة الاولى ندخل على الجملة التانية قالك انا تولدت فيه ما هو بردك ده زمن تمام يا شباب فمش هينفع مين المفروض انا تولدت في اليوم يبقى المفروض ده الزمن اللي انا تولدت فيه ذكروا اليوم والاحداث فالمفروض قالك بس مفيش هنتبع القاعدة اللي بتقول ان ون بتساوي بس مع حرف جر مناسب طب مع الايام بنختار مين يبقى المفروض ان احنا نختار يبقى نختار مين يا شباب وخاصة ان اصل الجملة يبقى حرف الجر المناسب بالنسبة لي مين يا شباب وطبعا هنا بتساوي مين يا ولاد لان انا قلت لك ان مع الزمن و مع الزمن والان ليه عشان الدي الدي بياخد ان لانها ايام الشهر والسنة بتاخد ان الساعات والوقت بياخد ان نخش بعد كده او ننتقل بعد كده لسؤال تاني او ده الوقت اللي انا قبلت فيه او المدير ليه يبقى دي احداثه اليوم او الوقت او الساعة اللي انا قبلت فيها المدير يبقى كده زمن يبقى نطير مين اساسي ويتش دي قالك طب المفروض نستخدم مين مفيش وين في الاختيارات فهنطبع القاعدة اللي بتقول ان وين بتساوي ويتش مع حرف جر المناسب ولان في عندي كلمة طايم فالمفروض الات عايدة على الطايم في حرف الجر المناسب هيبقى عشان عندي كلمة طايم ياولاد اللي هي الساعات او الاوقات ننتقل بعد كده شباب للهوز بتاعت الملكية وانا بقول دايما كلمتين ان الهوز بتستخدم مع الملكية وبيجي بعدها دايما اسم مملوك مباشرة لو جينا بصينا سواء كان عاقل او غير عاقل وهكذا المسهل بس بيقول وهنشرح الكلام ده بالتفصيل الناس على طول بتشوف تختاره من غير ما تتبين وهنا بقولك بعد النقط اخته يبقى اللي جاء بعدها او الاسم المملوك مباشرة ليه اخت الراجل انا بتكلم على حاجة تخصه اللي هي الملكية هنستخدم هوز اللي انا قلتلك عليها بيجي بعدها مباشرة يبقى هوز سيستر اللي اخته طب حضرتك قلت ان هي عاقل وغير عاقل ليه؟ يبقى انا اختار هوز طبيعي لان انا مش بتكلم عن راجل انا بتكلم عن راجل اللي اخته يبقى زي هوز كار عربيته فدايما بستخدم هوز مع العاقل اناو شايف الجوب من اللي جاية ذكات القطة اللي ديلها بردك نفس الفكرة جا بعد النقط مباشرة اسم مملوك او مع اي مملوك؟ يعني ديل القطة بتاع القطة يعني اختار مين يا ولاد؟ هوز وده فكرة ان انا بقولك ان انا بستخدم الهوز كملكية سواء ملكية عاقل زي زمان او ملكية غير عاقل زكاة شعرها وصلت يا ولاد جلدها طعامها فالفكرة كل رجلها اللي انا عايز اقوله ان دايما الهوز دايما متصدرة لمشهد سواء كان ابلاه عاقل او غير عاقل قطة او راجل مش فرقة اللي يفرق معايا ان انت بتتكلم بعد وهوز على طول بتحطيلي حاجة مملوكة للشخص او للشيء ودايما بتكون مباشرة فدايما تقيس وهوز على وهوز سستر وهوز كار يعني دايما ابلاه عاقل او غير عاقل والهوز دايما بتعبر عن الملكية لاضافة او لوجود الاسم المملوك بعدها مباشرة اللي بيعود على الشخص ناخد مزيد من الامثلة الشيء دينا ان كلمة مش معناها يصدر هنا معناها صادرات تكون قطن يبقى انا بقولي الشركة اللي صادرتها بتاعتها حاجة خصة يبقى دي ملكية فهنستخدم اللي صادرتها بتكون قطن بتكون في المانيا مثال برضك بيقول البنت اللي صوتها يبقى الفويس دا بتاع مين صوت البنت يعني اختار هوز بتاعات الملكية هوز فويس على وزن هوز سستر دايما بييجي بعدها اسم مملوك مباشرة مثال اجمل واجمل واجمل الرجل دا عاقل وكل حاجة بس هيلب هنا بمعنى يساعد ولا مساعدته قالك مساعدته ليه لان جاب عدا فعل انقذت حياتي يبقى ايه اللي مساعدته يبقى المساعدة دي بتاعته هو اللي ساعدني يبقى واسم لان هنا معناها مساعدة يبقى ايه اللي مساعدته اخته عربيته يبقى اختار هوز بتاعت الملكية واللي هيلب هنا ما استخدمتهاش كفعل اللي هيلب هنا استخدمتها كاسم بمعنى مساعدته سؤال اللي بعد كده بيقول ده الشخص نقط هنا ده الشخص اللي بيلعب في نادي ليفربول ده مش اسم ده فعل يبقى لهوز غلط لان لازم يجي بعد لهوز اسم مملوك هنقول اللي يلعب عادي هنختاره هو المساعدة اللي بقعده برضك نفس التركية ده الممثل اللي بيلعب دور سوبرمان بيلعب يبقى ده فيرب اللي بيلعب او بيمثل دور سوبرمان يبقى اختار هو اللي هوز غلط شوف الجمال بقى في الجملة اللي جاية this the writer ده الكاتب نقط plays are famous هنا plays جاب عداء are فالplays هنا تترجم بمعنى مصرحيات مش يلعب يبقى ده الكاتب اللي مصرحياته بتاعته يبقى ملكية اخته يبقى who's plays لان هنا plays اسمه ليس فعل وعرفتها ان جاب عداء are منفعش اقول الكاتب الذي يلعب يكون مشهور لا اللي مصرحياته تكون مشهورة يبقى ال plays هنا تعتبر اسمه اوش فعل بمعنى اللي هو مصرحياته فانختار who's plays وهنا بقى تركية هي كلمة plays يا مستر اللي هي مصرحيات بالنسبة لي تعتبر بقى اسمه ولا فعل هي اسمه فعل اسم بمعنى مصرحيات او مصرحية لو play وفعل بمعنى يلعب او يمثل انت بقى لو جاه بعد كلمة plays دي فعل فعل يبقى هي مش فعل يبقى هي اسم زي R تمام يا ولاد؟ هنا عن ترجمة بمعنى مصرحياته تكون المسال اللي بعد كده جميل جدا this the tourist ده السائح not stay ended طب ما هي stay نفس الكلام يمشي بمعنى يقيم او اقامة قالك هنا ايه اللي جاه بعدها ended فعل يبقى ينفع نقول السائح الذي يقيم انتهت ولا اللي اقامته اخته عربيته انتهت اقامته يبقى هنا هستخدمه كاسم لوجود فعل بعدها يبقى طالما ده اقامته هو وانتهت يبقى who's stay التي اقامته انتهت مثال كمان جميل بيقول the man that's work is important is my friend طبعا هنا كلمة work اللي معناها عمل ولا يعمل تمشي الاتنين على فكرة قالك كلمة work جاه بعدها ايه زو يكون يبقى ينفع نقول الرجل الذي يعمل يكون مهم ولا اللي عمله يكون مهم شغله يكون مهم يبقى who's work is important is my friend ولو قلت who كنت هتبقى who works الذي يعمل وهو اللي يعمل فين بقى يبقى يبقى انا عمل فتستخدم كاسم المملوك عمله يكون مهم يبقى اختار who's يبقى الشاهد ان دايما who's هم كلمتين ورد ضغطاهم دايما بتعبر عن ملكية ودايما بيجي بعدها الاسم المملوك مملوك للشخص او للشيء اللي قبلها يبقى who's ملكية ويأتي بعدها اسم المملوك مباشرة who's stay who's who's مصرحياته اقامته who's stay work عمله فهمت كار عربيته ننتقل بعد كده لجزئية مهمة جدا وهي ام تستخدم why what ك relative pronoun كضمائر وصل قالك هتستخدم what والwhy بمعنى ليه او لماذا بس كده يا مؤمن لازم تخلي بالك من حاجة مهمة جدا ان دايما بيجي قبلهم فعل تعال لما ناخد مثال he did that's كده هو فعلة المفروضة ما طلبته منه لان الدد دي بالنسبالي فعل يعني ايه فعل يعني مش عاقل عشان اختار هو او هوم ولا غير عاقل ولا مكان ولا زمان يبقى طالما قبل النقط فعل يبقى نختار يا what بمعنى ما يا why بمعنى ليه هو فعل ما طلبت يبقى نختار what i asked have you seen not your father bought for you هل رأيت ما اشتراه لك والدك يبقى وردك عندك انه الفيرب ده مش عاقل ولا غير عاقل عشان نختار هو او نختار which ما عنديش عاقل غير عاقل ده انا عندي فعل طب هستخدم what your father bought for you لان كله مش هينفع اللي بعد كده بيقول do you know نقط هي مارد مونة واحد بيكلم واحد بيقول له هل تعرف ليه هو تجوز مونة فارد وعله قال له for your money عشان فلوسة يعني اختارينا why بمعنى ليه بعضك قبل النقط فعل تمام ان انا مش بقول بنسبة مية في المية لازم فعل ولكن بنسبة مية في المية المعنى بيكون يا ما يا ليه ما بمعنى what ليه بمعنى why وخلاص do you know هل تعرف why هي مارد مونة هو ليه اتجوز مونة قال لك for her money ناخد مثال كمان يوضح شباب يقول that's the reason ويقول لكم الشرط فعل ده السبب ليه انا سبت الوظيفة يبني اختار بردك that's the reason دايما the reason معناها سبب اصلا بتاخد why بعدها والwhy بعدها جملة ده السبب ليه انا سبت الوظيفة بتاعتي that's the reason why انا ننتقل بعد كده لملحوظة مهمة جدا وهي ان مش المفروض كلمة reason بالذات اول ما نشوفها نختار why فهنا في الاختيارات مفيش why فقال لك ماهل why بتساوي for which لطبالك فبفوقها وبقول لك ولكن مفيش في الاختيارات why ولكن في for which اللي هي بتساوي مين why بالظبط فهنقول that's the reason for which i left my job اللي عشانه او ليه انا سبت الوظيفة بتاعتي حتة من ضمن الافكار العليا بتقول ملحوظة هامة الى اتنين بعد the reason ممكن استبدال why بذات او حسفه يعني ممكن اقول that's the reason why وقولنا ان why بتساوي for which وممكن استبدال why بذات that's the reason that i left my job وممكن استبع فاضية واقول that's the reason i left my job لبا انت عندك four options مع كلمة the reason لما نشوفها يا why يا for which يا that يا مفيش خالص اللي اربع حالات ينفعه مع كلمة the reason وتعالا وريك ازاي ما بتبقاش موجودة that's the reason that i left my job شوفت قال ليه that ده السبب اللي انا ليه سبت وظيفتي استخدمتها مكان why لان اقول تلك ينفع ان احنا نعمل ده وممكن بنقول that's the reason i left my job ما استخدمش ولا that ولا why ولا for which خالص اقول ده السبب اللي انا ليه سبت وظيفتي من غير ما اذكر اي relative pronoun او اي ضمير ده ينفع وده ينفع لان عندي the reason ننفع ان نحط بعضها اربع حاجات اول حاجة why ده انا حاجة for which تالت حاجة that رابع حاجة ان انا محطش حاجة خالص اسيبة زي ما هي كفراغ او كنقط ننتقل بعد كده شباب لفكرة مهمة جدا او سؤال مهم لان انا كده اعتبر خلصت حوالي اه تسعين في المية من الشرح انا حضرتك اما يكون عندك جملة موصولة هي في الاساس بتبقى جملتين اتنين الجملتين دول بيبقى بينهم مكرر بتحزفه وبتستخدم اه ضمير وسط مناسب من اللي اخدناهم بعد كده لما فهمنا التركية وفهمنا يعني ايه جملة موصولة اخدنا العاقل مع هوم وهوم وذات والفرق بينهم واخدنا ويتش وذات عقل اه غير عاقل واخدنا الهوز ملكية واخدنا الواي والوط واشتغلنا بالطريقة السحرية بتاعتنا اللي احنا كنا بنحدد اربع حاجات قبل ما نشتغل هو عاقل ولا غير عاقل طب العاقل ده ولا غير عاقل ده فاعل ولا مفعول لو هو اللي زار يبقى فاعل لو حد زاره يبقى مفعول اه طب في حرف جره اللي يميني كان حرف جره قبل النقط ودي اتخذيتها هوم الصراحة كانت هي الوحيدة اللي بيجي قبلها حرف جره في العاقل ويتش كانت فاير العاقل وهي شيب الجملة كانت موجودة عشان الكومة بيعرفوننا عند الشيب الجملة اللي هي جملة الاعتراضية اللي كانت دايما بتلغي مين بتلغي زاد فده كان اه الاساس اللي بينينا عليه شغلنا اخدنا الهوز للملكية ودايما بعدها بعدها المملوك واخدنا الوط بمعنى ما واخدنا الواي بمعنى ليه بمعنى كده استخدناهم كضمائر وصل ننتقل بعد كده شباب لفكرة الباسف اللي هو المبني المجهول وازاي نربط المبني المجهول بضمائر وصل قال لك صيغة المبني المجهول في صيغتين اول حاجة was written اقصد ايه بالواضع يا ولاد تصريف ثالث زي is played the novel was written الرواية كتبت by مثلا نجيب محفوظ ده بيكون المبني المجهول لو عندي جملة واحدة فاكرين السر من اصرار بتاعتنا في اول الحصة لما نتركوا ان يعني ايه جملة واحدة ويعني ايه جملتين منفصلتين عن بعض جملة جملة والجملة الموصولة اللي انا بربط الاتنين ببعض ان انا بحصف المقرر وباستخدم ضمير وصل وبوصل لجملتين عشان تبع عندي جملة موصولة انا قال لك ان اللي معناها كتبت دي بتبقى المبني المجهول في جملة واحدة ومعناها بالعربي كتبت ان انا اقول the novel was written by نجيب محفوظ الرواية كتبت بوصلتنا نجيب محفوظ اللي هي طبعا was aware للفرب طبيع عموما مع التصريف التالت طيب بستخدم في المبني المجهول من الطرف التاني written بس لو التصريف التالت او which was written لو عندي جملة موصولة بيكون المعنى التي كتبت كما مرة بنستخدم written او which was written في المبني المجهول بمعنى التي كتبت ده في الجملة الموصولة الكلام ده مش هيتضح ابدا الا بمثال نتوقع الله كده المثال هو بيقول ايه the poem dots by shekespeer هذه القصيدة كتبت بواسطة shekespeer ايه اللي بقى عندك اطلع فوق كده اللي هو المبني المجهول طب المبني المجهول ده الجملة اللي بالاصمر دي المكتوبة في المربع الاسود هل القصيدة كتبت ولا كتبت بواسطة shekespeer لا كتبت طب عندك في المربع الاسود جملة واحدة ولا جملتين ولا جملة موصولة لا القصيدة كتبت بواسطة shekespeer ده جملة واحدة يبدأ هنستخدم was written عادي ليه؟ لاني قلتلك المبني المجهول في الجملة الواحدة بيكون was written بمعنى كتبت مش محتاج ازود اواصل بضمير واصلة اصلا فهنستخدم was written القصيدة كتبت بواسطة shekespeer طب تعالا ما ناخد مثال كمان كده بيقولك ايه the poem dots by shekespeer is great الله طب ما انت عندك انا مبني المجهول بردك ولكن جملة موصولة ليه؟ شايفين الكامة دي؟ تمام؟ اه دي جملة الواصلة ايه؟ اللي هي جملة الجملة الموصولة اللي هي بقيت الجملة الاسية القصيدة تكون رائعة هو وصل جملة بجملة الطبيعي ايه؟ ان انا اعمل حاجتين ان انا الغي المكرر طب ما هو كلمة معها والطبيعي ان انا استخدم يبقى المفروض ان اقول وبعدها اقول ان القصيدة كتبت اقول مش هي كتبت بردك يبقى معايا ولكن التي عشان نوصل الاولى بالتانية فالمفروض ان في الاختيارات يكون عندي المجهوري الخاص بالجملة الاولى وعندي عشان اوصل الجملة الاولى بالجملة التانية عشان تبقى عندي جملة موصولة فالمفروض ان انا كنت استخدم التي كتبت التي اللي هتوصل الاولى بالتانية عشان غير عاقل قلت وال المجهول العادي لان القصيدة كتبت بوسطة شاكسبير عشان يبقى عندي طب ما انا ما عنديش الكلام ده ارجع لفوق Buồ قلتلك لو عندك جملة موصولة مبنيه المجهول وكنتks القصيدة التي كتبت بوسطة شاكسبير تكون عظيمة المعنى التي كسبت ما انفحش اقول القصيدة كتبت بوسطة شكسبير تكون عظيمة طب انت وصلت على اسس لازم اقول التي كتبت بوسطة شاكسبير تكون عظيمة طب التي كتبت بالتقال بكم طريقه اتنين لا ما اقول لو مليتهاش ممكن استخدم بدلا منها التصريف التالت فقط يعني ده معناه ان ده اول حالة حسف معانا لضمير الوصل ممكن نحزفه في الجملة الموصولة لما تكون مجهول ونستخدم البيبي لو التصريف التالت يا شباب فعشان كده هنستخدم غلط هنستخدم لها معناه التي كتبت اللي حزفنا فيها ضمير الوصل واللي بتساوي نفس الفكرة مثال تاني وضح اكتر الجملة اللي قدامك ده يا حبيب قلبي يا بنت يا غالية دي جملة عادية قل لها جملة موصولة قال لك لا دي جملة موصولة عشان بول لك الجزء اللي بينور اصفر ده ده يعتبر الجملة اللي انا وصلتها بالجملة الاولى فدي جملة موصولة فانا محتاج حاجتين محتاج مبني المجهول في الجملة الاولى ومحتاج عشان اوصل الاولى بالتانية فانا محتاج بس غلط لاني نقص الويتش غلط لان فاقة التي كتبت هي كتبت المفروض تبقى which was written. وwrite من معناه يكتب فاختار which was written وليه ما جبتش written? لان الاتنين متسويين. وممكن محصف الكلام ده كله واستخدم عاوضا عنه written بس. يبقى written اللي هي التصريف التالت بيساوي which was written. عايز اقول ايه يا شباب? عايز اقول ان was written غلط? which wrote غلط? write غلط? which was written? ايه اللي صح? وعايز اقول ان which was written بتساوي written? وعايز اقول ان لو عندي جملة موصولة. والجملة دي مبنيا للمجهول. ممكن نستخدم حاجة من اتنين. يا اما التصريفي التالت واحز في ضمير الوصل. يا اما استخدم ضمير الوصل مع المجهول العادي. اللي هي written which was written. ناخد امثلة اخرى للتوضيح. the cars dots in japan are expensive. جملة موصولة. انه وصل اه الجملة الاولى بالجملة التانية. قال لك مالها تكون غالية. مسكتش او بما اكتفاش بذكره ان العربيات صنعت او مصنوعة في اليابان وسكت. لا ده وصل وقال. يبقى انا عندي جملة موصولة. خلصت بس بالعين كده. والجملة ديت ان العربيات بتصنع مبني المجهول. انا قلت لك ايه? لما يكون عندك مبني المجهول. جملة واحدة بنختار was written. جملة موصولة بنختار written بس او which was written. يبقى نختار هنا made على وزن written التالت اللي بتساوي which were made. يبقى في حالة وجود جملة موصولة. يبقى نستخدم which were made يا made بس. فنستخدم التصريف التالت يا شباب. اللي هو made بمعنى التي صنعت. زي written التي كتبت. ناخد مثال تاني يوضح the girl by a thief was my friend. ال girl اللي قتلت بوسطة بوسطة حرامي تكون صديقاتي. برضه جملة موصولة مبنيا للمجهول. يعني نستخدم written او which was written. هنا هنختار killed. بمعنى who was killed. التي قتلت. لما يا شباب? لانها جملة موصولة مبنيا للمجهول. نفس الفكرة برضك هنختار هنا who was killed. لان احنا قلنا طالما جملة موصولة. مبنيا للمجهول. فبنستخدم التصريف التالت. اللي هو written او which was written. هنا البنت التي قتلت بوسطة حرامي. يبقى who was killed او killed بس. ولذلك الحل او الاجابة صحيحة هتبقى هنا who was killed. اللي اللي ممكن ماشي لها. وحط ما كان التصريف التالت. اللي هو بيعبر عن المبني المجهول في الجملة الموصولة. بمعنى التي قتلت. بنفس الطريقة احنا اخد حالة الحسف التانية. ان لو عنده الجملة مبنية للمعلوم. بنختار مسلا في جملة واحدة. تمام? بمعنى يعيش. الرجل يعيش بجواري. تمام? طب لو جملة موصولة بنقول living او who is living. بمعنى الذي يعيش. الذي يعيش. فعلا ما ناخد مثال. this man next door. هذا الرجل يعيش. يبقى دي جملة مبنيا اللي معلوم. طب دي جملة موصولة. لا ما وصلتش محطتش كما ووصلت بجملة تانية. دي جملة واحدة. فهنقول the man او this man is living next door. يعيش. فعل عادي. طب الجملة اللي بعد كده بيقول the man is a doctor. المفروض ان انا عايز the man is living next door. فانعايز is living. بعد الجملة الاولى. وعايز اوصل الاولى بالتانية. عايز اقول who. فانعايز اقول who is living. ما انا قلتلك طالما عندك جملة موصولة. ومبنية للمعلوم. ومنتش تلاقي ضمير الوصل. او ما فيش في الاختراض ضمير الوصل اهو. فبنستخدم الاي ان جي. اللي هو living او who is living. بمعنى الذي يعيش. طب انا ما عنديش who is living. يعني اختار living بس يا ولاد. اللي هو الفعل مضاف له اي ان جي بمعنى الذي يعيش. يبقى كمان مرة. لو عندك مبنيا المعلوم جملة موصولة. وما فيش ضمير وصل. فبنستخدم الاي ان جي. اما انت عندك كده حالتين حسف. في الجملة الموصولة. ايه الاساس? جملة موصولة. الجملة الموصولة دي. اتحزف منها ضمير الوصل. بنستخدم في المبني المجهول التصيب التالت. وبنستخدم في المبني معلوم الاي ان جي. بمعنى الذي يعيش. انا اخد امثل اكتر للتوضيح. يبقى زمان who is living. اللي هي بتساوي? بس. يبقى انا ممكن ما تشيل ليه. واكتب على اساس ان انت ممكن تحزف الهو. كضمير وصل في الجملة الموصولة. المبني المعلوم. ونستخدم الاي ان جي بمعنى الذي يعيش. مساء كمان احسن. جملة موصولة. الولد الذي يقرأ القرآن. الذي يقرأ. طب انا ما عنديش هو. يبقى ده في حسف. ودي جملة موصولة. مبني المعلوم. يبقى اي ان جي. يبقى لها بتساوي. هو is reading. ليه ما اخترتش is reading بس? لان is reading عبارة عن فعل. محتاج جملة واحدة بس. انا عندي هنا جملة موصولة. فانا كنت محتاج هو عشان اوصل الاولى بالتانية. is reading عشان اجمل الجملة الاولى. فانا كنت محتاج هو is reading مش موجودة بختار reading بس. بمعنى الذي يقرأ. مساء كمان اجمل واجمل. ده السكرتيري. السكرتيري اللي بتكتب هناك شو تقول له. اللي بتكتب هناك. هي اللي بتكتب. ومعنديش دمير وصل يبقى اختار بمعنى التي تكتب. وبتساوي مش بس. لان هتبقى عايزة جملة واحدة بس. مثال تاني يوضح. القطة اللي بتاكل هناك تكون بتاعتي. جملة موصولة. مبنية للمعلوم. فنقول القطة التي تأكل. مفيش هالتي يا مستر مش باين عندي هالتي ولا هالتي. يبقى ده حصف. ودي جملة موصولة مبنية للمعلوم. فهنستخدم اللي بتساوي التي تأكل. ولذلك الاجابة الصحيح هتكون كلمة اللي زي ملتلك بمعنى التي تأكل هناك تكون ملكي او بتاعتي اللي بتساوي لمزيد من الافكار هناخد حتة حلوة جدا. الحتة دي بتقول ايه? تعالى ما ناخدها في مسال. انت ده بوقتي تعودت على مجموعة حاجاته. شي بالجملة هو عاقل ولا غير عاقل والكلام. فواضح جدا ان الراجل ده بالنسبة انه يعتبر عاقل. فايه اللي عينك هتروع عليه? على هو وصلت او هوم او ذات. وعلى فكرة التلاتة ينفعوا. لان هنا الراجل اللي انا زرته مبارح. فالرجل ده يعتبر ايه بالنسبة لي مفعول. ايه الحكاية بقى يا شباب. قالك التلاتة دول غلط. للا 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 ليه كده مستر؟ مش حضرتك قلت ان الراجل ده عاقل. وكمان انا زرته فالرجل ده مفعول. فالهوم انا كاتب. بتستخدم مع العاقل مفعول. والهو بتستخدم مع العاقل فاعل ومفعول. ومعنديش حرف جر عشان يعطلها. والذات ممكن قان طيارة عشان شيف جملة. ولكن تنفع مع المفعول. قال لك السر كله بيكمن في الحتة اللي فوق دي. هم يا ولاد. ده يعتبر ضمير عائد على ذمان. اللي هو الرجل. يعني مكرر. فكر او الحصة. دي جملة موصولة. الشرط بتاعها الاولاني واحد اتنين. واحد ان انت تستخدم ضمير وصل زي ما انتم عملتوا كده. اتنين. وده الاهم ان انا احزف المكرر. لان انا بقول اي فزيت اتهم. انا زورته. يبقى اهم تعتبر بالنسبة لي المكرر. المفروض ان احنا هنحزفها. تمام? طابل هو. مع كده الدنيا بازت. ما ينفعش ضمير وصل مع مكرر. وبنفس الطريقة هنا. تمام? وبنفس الطريقة هنا. التلاتة كده غلط. لان ما ينفعش ضمير وصل مع مكرر. خلاص? خلاص تمام يا مستر محمد. يبقى اختار الاخيرة. برضك غلط. طب ما هو ما فيش هنا ضمير وصل. يبقى نستخدم هم بقى. قالك لا. ارجع تاني. الجملة دي اسمها جملة موصولة مش جملتين منفصلتين. لو جملتين منفصلتين هتقول او والجملة التانية نقطة. ده الكلام ده فين? لو الجملتين منفصلتين. اما انا طرمت جملة موصولة. والكمة موجودة ايات والجملة التانية موصولة ومحزوف. مين اللي? ما قلتش? تمام? المفروض ان انا عندي الدنيا جملة موصولة. فلازم احظف المكرر. لازم احظف المكرر. فوجود اللي يهم بالنسبة لي هو الغلط بعينه. ما يتفضلش غير مين? هقول لك ما هو يجوز? حاسف ضمير وصل ينتزع علينا. هتقول بس ازاي اختار? كده? يعني من غير هو يا مستر. اه مشكلتك ان الهو مش موجودة صح? يبقى دي حالة حسف بنقول فيها ان طالما المكرر مفعول مش الراجل ده هو المكرر? اه طب انت عملت ايه معي في الجملة التانية? انا زرته. يبقى اكتبه كده معي? اي و هو كده بالنسبة ليعتبر مفعول. تمام يا مستر? معاك. قال لك ازا كان المكرر مفعول يجوز حسف ضمير الوصل. يعني يا مستر? يعني وجوده زي عدم وجوده. فالجوازي انا من ايه? من انا قلت هو ايفيزيتت صح? ايفيزيتت بس صح. طب انت شيلت الهول ايه? لان انا في الحالة دي اقدر اشيلها واحزفها ووجودها يسوي عدم وجودها. ليه? لان المكرر مفعول. ففي حالة لما يكون المكرر اللي انا بتكلم عنه اللي هو الراجل مفعول. ينفع في الحالة دي ان انا احزف ضمير الوصل او اخليه زي ما هو. بس اهم حاجة. لا يجوز مطلقا وجود مكرر. ما انت هتقولي في الجملة الاخيرة اللي هي رقم ايه? ايفيزيتت هم. انت ما جبتش هو فخلي هم. يعني ما جبتش ضمير الوصل فخلي المكرر. لا. ممكن استغنى عن ضمير الوصل في حالة ان المكرر يكون مفعول. اما المكرر اللي هو الهم دي لابد من حسفها. ولذلك الاجابة صحيحة هتكون بس يا شباب. اللي هي بتساوي هو وما تقلقش مش هيجيب لك الاتنين مع بعض. يعني كلمة بتساوي هو طب اللي هو راحت فين? محزوفة. ليه? مشان انت زورت الراجل. يبقى الراجل ده مفعول. قال لك في حالة لما يكون المكرر مفعول يا جوز حس في ضمير الوصل. يعني بيساوي بالزبط. وجودها زي عدم وجود. امتى? لما يكون المكرر مفعول. دعا لما نشوف الجملة اللي جاية دي بتقول ايه? نفس الطريقة جملة موصولة. والمفهوض عينك طبعا راحت مع القط على تمام? بصيف النظر بان انا اشيب جملة او لا. بس المشكلة هيعطني الات. فهي رأيكم نلغي كل الاتات لان احنا قلنا لا يجوز مطلقا وجود المكرر في الات دي برضه غلط. يبقى التلاتة غلط ما ينفعش غير بس. طب لو انت جت جربت مش دي القطة بتتكلم عنها? اه انت عملت ايه? انا اشتهيت القطة. يبقى المفروض ان القطة هنا مفعول. قال لك طب ما هو طالما المكرر مفعول يجوز حس في ضمير الوصل ليا ايباط او ايباط بس. انت ممكن تقول او ايباط بس. يبقى هنا بيقول الات ده ضمير. عايد على ذكات. يعني مكرر ما ينفعش نستخدمه. هنلغي التلاتة يا ولاد. وهنستخدم ايباط بس اللي هي بيتساوي ايباط. قبل ايباط يا مستر محزوفة? لجواز حسفها لان الجملة الاسلية انا اشتريت القطة. فالقطة مفعول. فازا كان المكرر مفعول يجوز حسف او عدم وجود ضمير الوصل. بس خلي بالك. يعني ايباط بتساوي ايباط بس مش هيجيب لك الاتنين في اختيارات واحدة. اي حاجة فاهم مكرر? غلط بالنسبة لي. نقطة ومن اول السطر واكتب معي الفكرة اللي جاي دي كمان احلى واجمل واجمل واجمل. هتا احلى. يلا بينا بتقول. بعد الاعداد الترتيبية. اي عدد ترتيبي من عندي الاول التاني الحاد دايما مع الاعداد الترتيبية. لو عندي جملة موصولة ما فهاش ضمير الوصل بنستخدم طول مصدر. قال لك ازاي? احمد زويل والذي فرست ساينتست. ضعز وجود ان دي جملة موصولة في المقام الاول. بيقول لي احمد زويل والذي فرست ساينتست هو العالم الاول المفروض اقول اللازي اكتشف الفيمتو سكند. بوصل جملة بجملة هو. بس خلي بالك دايما من فيه. يبقى انت عندك الخطوة الاولى وجود جملة موصولة. فعادي هتعامل عادي زي معلمتك هستخدم ضمير وصل واعصف المكرر. تمام? اه بعد كده. المفروض انت ما لقيتش ضمير وصل. هبتستخدم طول مصدر. فهتقول ايه بقى اولاد? احمد زويل is the first scientist to discover the فيمتو سكند. بدل من هو فهمتوا الفكرة ايه? ان الجملة اصلا جملة موصولة. فاحمد زويل هو اول عالم الذي اكتشف الفيمتو سكند. عادي والله هقول هو طب انا مليش تلاقي اصلا ضمير وصل. قال لك بس دي جملة موصولة. بتحل بقى المصدر محل اه ضمائر الوصل امتى في او بعد الاعداد الترتبية وبعد كلمة. لو اخد مثال كمان. هنا بيقول لي ايه? علي كان اخر ولد. المفروض كنت اقول هو الذي وصله للنزام من الجملة ماضي. بنفعش حط مصدر. برضك الجملة دي غلط بسبب الجزئية دي. فنستخدم مكانها طول مصدر. ليه? قال لك في الجملة الموصولة. اللي فيها عدد ترتيبي لو ضمير الوصلة مش مزبوط او مش موجود. محزوف يعني بنستخدم مكانها طول مصدر. يبقى اول ما نشوف عدد ترتيبي بجملة موصولة. بنستخدم المصدر لو الجملة الموصولة مش موجودة او موجودة بس صغلط. زي الجملة دي كده. بقى الاجابة صحيحة تبقى ندخل بعد كده للسؤال اللي جاي زيهم. عندي جملة موصولة هو المفروض اقول الذي نجا من الحادث. لذلك يا شباب هنا هنختار. ليه? لان طالما عندك او عندك عدد ترتيبي هتستخدم مكانه المصدر. فما ينفعش كانت هتنفع الاتنين كانوا ينفعو. ياما اقول ياما اقول هو مهمتوا الشباب التركية دايما بعد الاعداد الترتيبية في الجملة الموصولة لو مش موجود ده من الوصل استخدم المصدر. في تركية مهمة جدا تخلم لكم منها شباب اللي هي هوز. بتشوف المنظر ده عندك في الاختيارات تقول قال له. المصدر محمد الجلاد عطلنا الهوز بس اللي هي الهو او الهوز التانية دي. فاحنا ما اخدناش حاجة زي دي. احب اقول لك ان لا انت اخدتها وكل حاجة. ولكن الفكرة كلها ان دي له حاجتين مش حاجة واحدة. دي ات هو از او هو هاز. انت لو محتاج مع الهو از او هاز للجملة التانية اللي هي بعض النقط فبتختار على هذا الاساس. هنشوف الكلامته. المسال اللي بيقول الرجل الذي يكتب هناك يكون مستر امير. كلنا متفقين ان الراجل ده عاقل ومعنديش حاجة ملكية هنا. يعني هنا يكتب. مش اس مملوك عشان نختارهوز دي. طيب الهو دي ولا الهو اباستروف اباستروفي اس. قال لك انت في حاجة نقصك هنا في الجملة دي. قال لك المفروض الراجل ده يكون ولا از رايتنج. لا المفروض يكون عشان اقول هو از رايتنج. طب ما الاس مش موجودة. والهو لوحدها ما تديش الاس. فعشان كده انا عايز اختار الهو اباستروفي اس. اللي هي بالنسبة لي تعتبر هو از رايتنج. يبقى ده لسبب. ان انا عندي الجملة التانية نقص الاس. ما ينفعش اقول زمان. هوز لان ما عنديش مملوك بعدها. هوسستر هوسكار. ما ينفعش اقول هو بس. لان عشان اقول هو بس. ما ينفعش اقول الرجل اللزي اه هو رايتنج. غلط. لازم اقول هو از رايتنج. يبقى في از نقص هو. فبنكملها بصيغة هو اباستروفي اس اللي هي تعتبر حكتين هو وفي الجملة ديت از. اللي هي عشان نتكمل بها رايتنج. بسالة تاني بيقول البنت اللي تملك شعر اسود دي بنتي او. اعنيها سودة بنتي. يبقى المفروض هو جات. لو انا قلت هو جات. معنى التي حصلت على. هي التي تملك مش حصلت. والهوز بيجي بعدها حاجة مملوكة. يعني لو كان هنا ايز. بتقول هوز ايز. عينيها. اما انا هنا في فعل. ما عنديش اسم مملوك. فاختار هو اباستروفي اس اللي هي في الجملة ديت بمعنى هو هاز جات. اللي عرفنا ان هي هاز كلمة جات. هتبقى هو هاز جات. يبقى انا عايز اقول لك لما تشوف الهوز اللي هي هو اباستروفي اس ما تستغربش. ديت هو العادية بالاضافة الى از او هاز بيبقوا حاجات نقصة في الجملة التانية لو انت محتاجهم بتختار هو اباستروفي اس. على حسب بقى السياق لو في صفة او اس موين جي تبقى هو از. لو في جات او تصيف تالت هتبقى هو هاز. في برضك تركاية من التركات المهمة جدا جدا يا شباب وهي حرف الجر اللي بيجي مع ضمائر الوصل. هل الكلام ده ليه اصاص? ليه اساس من الصحة? لا. مالوش اي اساس من الصحة. انت خدت مين معي? بس بالزبط. طب ايه بقى المنظر اللي انا شايفه ده يا مستر? هقول لك على حاجة. بص يا سيدي. بص الراجل اللي فوق ايه ده كده بيقول ايه? حرف الجر ده بيعتمد على الفعل الموجود في الجملة التانية. وعشان كلمة بتاخد تو. فهي المفروض هتبقى لسند تو. اصل الجملة هو يا ولاد. اي لسن تو ات. انا استمعتوا اليها. فطبيعي جدا زي ما اتفقنا في اول الحصة. انها تشير الات دي. وتستخدم مكانها وتش. والتو لو حزفتها. هتضطر تحطها قبل الويتش. هتبقى تو ويتش. طب اشمعنا تو بالزات عشان لسند. اصلا بتاخد تو. اللي اتحزفت من بعدها وجات قبلها. فعلى هذا الاساس هنختار تو ويتش. طب عرفت منين ان هي تو يا مستر. هي كده كده شيء غير عاقل بياخد دي متفقين عليها. طب ليه تو ليه مش ات ليه مش ان ليه مش فور. لان حرف الجر بيعتمد على فعلى في الجملة الكام التانية. اللي هي لسن تو عشان كده اقول تو ويتش. اي لسن ولو كانت تو موجودة في مكانة كنت قلت ويتش اي لسن تو. نعمتوا شباب? مسال كمان. نقط هو الحاجة لازم يعتذر عليها. او اللي عليها لازم يعتذر. يبقى هو طبعا نفس الفكرة الفعل بياخد فور. تمام? اصل الجملة هو يا شباب. لازم يعتذر عليها. يبقى حرف الجر الاساسي اللي موجود مين? حرف الجر اللي موجود مع بتاخد فور. والت المفروض بتاخد ويتش. انت عندك فور ويتش. عشان ما جاتش هنا هتيجي قبلها اللي هي تبقى فور ويتش. فهمتوا ليه يا ولاد? يبقى الفور دي بتاعت اللي هي بتنور باللون الاصفر دي. السؤال اللي بعد كده بيقول الصورة اللي هو بيبص عليها جميلة. لان احنا عندنا بتاخد بمعنى ينظر الى. يبحث عنه. يعتني بيه. يتطلع الى. الشيخ لانا هنا هتوسع مني. ولكن السياق بيقول لك ان الصورة اللي هو كان بيبص عليها. بينظر الى اللي هي لوك ات. يبقى لوك بتاخد ات بمعنى ينظر الى. عشان كده اخترنا ات ويتش. لان الاصل بتاع الجملة هي لوك اتت. هنشير الات. هتاخد ويتش. هتبقى ات ويتش. اللي هي اخر واحدة خالص. السؤال اللي بعد كده بيقول. ده المريض بس ده عاقل بقى مش لازم كل مرة. ويتش ممكن هو او هم. المريض اللي الممرضة كانت بتبصله. ولا الممرضة اللي كانت بتبحث عنه? ولا الممرضة اللي كانت بتعتني بيه? يبقى المريض اللي الممرضة كانت بتعتني بيه مبارح? ويتش ممكن روح بيتهم. يبقى زي ما اتفقنا ان لوك. اساسا بتاخد ات. بمعنى ينظر الى. لك فور. بمعنى يبحث عنه. لك يعتني به. يبقى المريض اللي الممرضة كانت بتعتني به روح البيت. يبقى حرف الجر بيعتمن على الفعل الموجود في الجملة التانية. عشان لك في الجملة في السياق ده بتاخد بمعنى يعتني به فاخترنا لان اصل الجملة الممرضة كانت تعتني به ايه? طبعا شلنا الهمة ايه? وهنستخدم مكانة ضمير الوصل. حرف الجر الاساسي هيبقى اللي هو ممكن نقولها او هنا عادي. بس لو حرف الجر رجع ورا ضمير الوصل ما بينفعش نستخدم غير هوم بس. الهوم ما تنفعش والزت ما تنفعش. عشان كده نختار يعني لو انت بس هلاك في الاختيارات الكلام ده اللي انا اقبله ارجع لأول الحسة خالص في الاساسيات بتاعتنا ان الهو تستخدم عاقل فاعل ومفعول لا يأتي قبلها حرف جر. لو قبلها مش هينفع بعدها عادي. فهنختار افتر هوم. يعني المريض اللي الممرضة كانت تعتني به. مش تنظر اليه ولا تبحث عنه. يبقى لوك افتر هتبقى افتر هوم. المسال كمان هيوضح الدنيا اكتر مش لازم كله بقى غير عاقل. بص الراجل ده كده. الراجل اللي انت بتعتمد عليه في الجملة التانية. وعشان كده اصلا بتاخد اصلا الجملة يا ولاد. انت تقدر تعتمد عليه. وبناء عليه. وبناء عليه. حرف الجر الاساسي اللي موجود هنا بتاع دي بند اون. والهم باي باي. هناخد معاه هوم. هتبقى اون هوم. ولذلك. ايه الفكرة هنا يا ولاد? ان انت استخدمت اون هوم بناء على هو عادي عاقل او هوم او ذات. بس الفكرة ان الهوم هي الوحيدة اللي بيجي قبلها حرف الجر. وحرف الجر ده انا ما اخترعتوش. ده بتاع دي بند. هنفصلت ان الجملة كانت يو كان دي بند وجاء حرف جر اون هنا. ساعتها كان هينفع هو وهوم وذات. التلاتة كانوا هينفعه. لان المشكلة ان لو حرف الجر جاه قبل ال اه قبل ضمير الوصل ما ينفعش غير مع هوم بس. طب ليه مش عشان بتكلم عن الراجل يا جدع? طب ليه عشان معناه يعتمد على. بس يا ولاد? ناخد بعد كده سؤال او فكرة جديدة بقى. حلو قوي. بتقول هو قال انه هو غني. بهذا هو يعني ان هو يستطيع ان يساعدك. يبقى بهذا يعني ايه? يبقى دايما السياق بتاع لما يجيب لك جملتين. جملة هو قال حاجة وهو بالحاجة دي يقصد حاجة تانية. الجملة اللي بعد كده. بتقول هو قال ده وبيه بيعني كزا. هو قال كزا وبيه بيعني كزا. بهذا يعني ايه بقى يا ولاد? باي ويتش. مسال كمان مونة قالت ان هي طويلة. باي ويتش شي مينز بهذا هي تعني ان هي تقدر تساعدنا. يبقى باي ويتش بمعناها بهذا. ودايما بييجي بعدها هي مينز. ايه حاجة لها بيها بيعني حاجة تانية. يبقى بنستخدم باي ويتش اللي هي معناها بالعربي بهذا. هتمشي معاك كويس جدا في السياق. وبكده شباب نكون وصلنا لنهاية رحلتنا من الارضة الاساسية. الجزء اللي جاي هيكون عبارة عن تلخيص ما سبق في حوالي خمس افكار اساسية. الفكرة رقم واحد اسمها العقل. ان استخدمت مع العقل هو وهم وذات. بس نهوكت مع العقل والهم عاقل والذات عاقل بغير عاقل. الهو الهو فاعل ومفعول. الهو مفعول فقط. والذات فاعل ومفعول. يعني كلهم فاعل ومفعول الا الهو مفعول بس. مفيش حاجة فيهم بييجي قبلها حرف جر الا الهو م. بعدهم كلهم عادي. بقى لدي ما يجيش قبلها حرف جر. دي يجي قبلها دي ما يجيش قبلها. شب الجملة كلهم يستخدموا عادي. معادة ذات لا تستخدم في شب الجملة. ما تبالك أولاد? الجزية التانية في التلخيص اللي هو غير العاقل. يا ويتش يا ذات. بس ويتش غير عاقل ذات عاقل وغير عاقل. الاتنين فاعل ومفعول. حرف الجر بيجي قبل ويتش ذات لا. ويتش بتستخدم في شب ذات لا. يبقى زي ما قلت لك ان ذات لا تستخدم مع عشب الجملة على طول تلغيها ولا يأتي قبلها حرف جر. ننتقل بعد كده للفكرة التالتة وهي المكان. المكان دائما بيابن في الجملة الاولى. ده البيت. الجملة التانية بقى الموضوع بيختلف الى شيئان. الموضوع ده او لو هو المكان ده او البيت ده. لو انا في الجملة التانية اي وصفته زي مسلا قلت او ده البيت اللي يكون جميل. هدي دينوا جميل انت بتتكلم عن البيت بس فبتوصفه كشيء. فانا بتعامل مع غير عاقل. فبختار يا زت زي الشركة التي تصدر القطن. تمام شباب? ساعتها انت بتتكلم عن الشركة نفسها ما استخدمتهاش كمكان لحد. تمام شباب? يبقى الجملة التانية هي اللي بتحدد مش الاولى. يبقى هو مش مكان على الاطلاق. ازا تم استخدامه كمكان في الجملة التانية ماشي. اما انا لو استخدمته كشيء يعني بتكلم عنه هو. انا نشوف في الجملة التانية مع المكان بتبقى عاملة ازاي? قالك اه عبدالرحمن works. شفت انا ذكرت ايه في الجملة التانية? ذكرت عبدالرحمن وان هو شغال في الشركة. يبقى الشركة بالنسبة له المكان اللي هو شغال فيه. هيدا يعتبر مكان في الجملة الاولى ومكان في الجملة التانية. طالما هو مكان في الجملة التانية يبقى نختار بس دائما بنستخدمها بدون حرف جر ولا قبل ولا بعض. لان هي بدل حرف الجر. طب لو في مكان ومعندكش بتستخدم بدل من مع حرف جر يعود على المكان. يعني مسلا بتساوي هم حاجة ما تستخدمش مع المكان. محروف جر خالص. ما الرابعة معنا النهاردة في التلخيص الزمن. نفس الكلام زي ما عملنا بالزبط في المكان. الجملة التانية اللي بتحدد. يبقى لو شفت داية. دا زمن. مش مطلق معايا. الا من خلال ارائيتي للجملة التانية. لو قال لك. ذا داي نقط يساني. يكون مشمس. اللي هو اليوم. ما انت بتتكلم عن شيء. لانت بتوصفه. فبختار يا ويتش. يا ذات. طب لو في الجملة التانية استخدمت الزمن كزمن. يعني ذكرت ما حدث فيه. يعني ذكرت الزمن مع ما حدث فيه. فهنا ذكرت الزمن مع ما حدث فيه. فهنا اعتبر زمن فاختار بردك بدون حروف جر ولا قبل ولا بعد. او لو ما فيش ممكن تستخدم بس مع حرف جر يعود على الزمن. يبقى يا جماعة ما استخدمتش والله انا مستخدم بس الصيغة التانية بتاعتها. اللي هي مع حرف جر مع حرف جر بتساوي ون. واحنا عندنا اين اون ات? شهور ايام ساعات. يعني مع الشهور والسنين بنختار اين? على ايام بنختار اون مع الساعات والوقت بنختار ات. ندخل بعد كده على جزئة مهمة وهي الجزئية الخامسة اللي هي حالات الحسف. امتى في الجملة الموصولة? نقدر نشوف جملة موصولة من غير هو من غير من غير ذات. قالك عادي ممكن يحصل في اربع احوال. اذا كانت الجملة الموصولة. فعلا جملة موصولة. وما انتش لاقي ضمير وصل. بتحدد ان هي مجهول ولا معلوم. ولا فيها عدد ترتيبي ولا المكرر فيها مفعول. اربع حاجات. فازا كانت الجملة الموصولة مبنية للمجهول. بنستخدم بدال. اللي هو التصريف التالت. زي. انا هنا عندي جملة موصولة. وصلت الجملة الاولى بالجملة التانية. التي كتبت. بوسطة كزا كزا. تكون عظيمة اده الوصلة. بعد الكمعة. وصلت. فاخترينة كتصريف تالت. بدل ما اقول يبدأ اول الحالة. من حالات الحسف. في الجملة الموصولة المبنية المجهول بنستخدم التصريف التالت. وتبقى حوص كده بتسوي وتش وزرق وتستخدمها في القياس بعد كده. طب لو عندي جملة موصولة بس مبنية المعلوم. الرجل الذي يعيش بجواري سعيد. الرجل الذي يكتب الاساي يكون ماهر. البنت التي تأكل بجواري البيت تكون اختي. يعني التي تفعل كزا. يبقى دايما بنستخدم الفعل مضاف له. اي ان جي. لو مفيش ضمير الوصل. فهنقول. يعني اللذي يعيش بتساوي. ساعة بتلاقي جملة موصولة. بس فيها اعداد ترتبية. احمد زويل كان اول عالم. المفهود اقول ايه بقى? انا مش تلاقي لانها جملة موصولة. بنستخدم بقى بقى جملة الوصل طو المصدر بعد الاعداد الترتبية. يبقى لو عنده الجملة موصولة. فيها عدد ترتيبي بعد تستخدم طو المصدر. زي علي كان اخر ولد يوصل المدرسة. ساعات بنلاقي جمل زي دي كده. وانت عايش تقول زمان هو مش غلط ان انت تقول هو ومش غلط ان انت ما تقولش هو. ليه? هتجرب من بعض الرجل الجملة اللي بعد كده. ايه اصلها? ايه ايه. يبقى ده المكرر ومفعول. اللي هو الراجل. فالراجل في الجملة التانية اتكرر كمفعول. قالك لما المكرر يكون مفعول يجوز حسف ضمير الوصل. بس ما يوعد حط هم. لا يجوز وجود مكرر. فانقول الزمان اي فزيت اي وعد اقول اي فزيت اتهم ما ينفعش الكلام ده في الجملة الموصولة بس امستر ينفع جملة موصولة من غير ضمير وصل اي ينفع لاني انا عندي حالات اربعة بنحزف فيها ضمير الوصل منها ازا كان المكرر مفعول الحمد لله رب العالمين خلصنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نحتدى لو لا ان هدانا الله وصلنا لنهاية رحلتنا النهاردة ولكن ان شاء الله مكملين معاكم وباذن الله المرة اللي جاية هنخلص مع بعض يونت 12 ونخلص مع بعض منهجنا بالكامل فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نحتدى لو لا ان هدانا الله انا بحبكم جدا في لمسا المحمد باي باي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته